يعني ايه؟ طب ايه رأيك بقى ان انا مش هطلقها لحد ما تيبوس الجزمة؟ مش هتقدر مش هتقدر لانه وهي في المستشفى خدت تقرير طبي بيقول ان انت السبب في كل اللي حصل لو قدمته للنيابة هتطلقها غزبا عنك وعن عين ابوك المستشفى دي اللي انت مرضيتش اتعفر تراب جزمتك انك تروح تزاره عرفت بقى ان الكلامي صح؟ عايزة تطلع عشان يخلالها الجو وتتجاوز الواطي عايب الكلام ده يا عاصم ده مش كلام يا امه بنتك سناء وانا بضربها بعد جوازها العرفة من عائل الواطي ده قالت الحيئة قالتني ان روبنا امراتي كان بتحب الوات ده وانه هما كانوا يتجاوزوا دولة بقى ان انا سبقت وتجاوزتها والنختي كان بتسهيل للجوازة عشان يخلالها الجو مش هيعزة تطلق ماشي انا هطلقها بس واعزة جلالة الله لخليها زي البيت الوقف ولا هيقرم لها هجيبوا الاسم وهلقوا من رجلهم لحد ما يفرق الدنيا امشوا برا هتسيبوا ياما اللي بيقول عليه ده ابنك ده احنا اللي بوصناه احنا اللي جلعناه كان كل ما يطلب نتديله وكل ما نتديله يطلب اكتر واكتر 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 محتاجين بضاع المعلم وعايزين فلوس اه.. عايزين اجهزة منزلية ولا محمول اجهزة طبعا انا معلم وانتوا شايفين ايه الاجهزة المنزلية نحط فيها فلوس ولا المحمول لا يا معلم من رأي رأيك وصورتك. طيب انا مكبركم معاتكم قدامي هو. لازم تقولولي نعمل ايه. يا مواغزة معلم احنا طول عمرنا ليه لازبون في الاجهزة. والاجهزة ارشاحل. لا. المحمول اخاف ومكسبه اسرع. وبعدين البيجة معلم يشوف اجهزة بيشوف على المحمول والحكسباته صحيح. خلاص لما نجيب نبقى نحسبها ساوي. سلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. مشغول يا معلم يجي لكو قد تاني. لا 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 روح انتوا قطو البداية اللي انتوا عايزينها وبعدين هاعد معاكم انتحسب مع بعض. ماشي ايه يا معلم. يلا بالسلامة. فيها يا لابت. كلمت صاحبك? هكلمهولك. بس يقولي المبلغ كام. خمسة وستين الف معلم ومش هتنازل عنهم. الله. انت حتنح معايا. طب اطلع برها دلوقتي لما كلمه التليفون. ماشي. بس خلي بالك انا باشحد. والشيطان قرب يلعب في دماغك. انا مالي بقى يلعب في دماغك وللعب في عينيك. اديني فرصة تكلم الراجل. ولا بعتك ليه تدفع المساوة? يلا استناني بره هطلع. ماشا يا معلم. يلا حبيبي. ايه الخط? اه يا زيزو. اه يوم موجود عندي يا سيدي. ومتعصب ومتنرفز ويعنيه طلع عشرار. طب انا اعمل ايه? ايه? اه خمسة وستين الف. طب انا ادفعهم لو اصحاب الفلوس ارجع ادفعهم تاني بوتدفعهم مرتين. ازاي يعني مش فاق. ايه في التليفون ده افضال يا عمدي. طب خلاص. سارك. تشتب يا معلم. مش عايز اشتب اي حاجة. الوقت الناطع اللي بره ده واقف عندك عايز ايه? بالراحة ليه الوقت غلبانه لسه خارج من السجن وعايز ياكل عيش. لا. مش عايز ياكل عيش ولا حاجة يا قندي. انت فاهم كويس قوي. اللي فاندي بيقول انه لوح عند بنتي خمسة وستين الف جنيه. تعرف تقول لي لموهم منين ال خمسة وستين الف جنيه دول? او انت كده قسرت علي. بقولك ايه. نعم. هو فعلا اداها ال خمسة وستين الف جنيه. نديل يا نديل. خلينا نقطع عرق ونسيح دمه. عزا فهم منين اللي فاندي ده. وهو مجوزه بنتي. وانا اللي مشوره مدفعش مقال ليه مبيض. ازاي قدر يحوش خمسة وستين الف جنيه من وراني. خلاص بقى معلم. عشان نقطع فرط ونرتاح. اسمع عندي ايه? قلو ايه بشرية كده اللي هسنقسها من عظما. اخلي الوضع عاصم ابني يحبسه. المرات دي بقى مسارقة ولا حاجة? لا ارهاق. يعني يعيش ويموت في السجن. امر يا بركة. التليفون ده اخدته منك من يومين اتنين بس. واول محاطات الشريحة الشركة ما اعتقلت لرسالة ان الموبايل مسروق ومتبلغ عنه. متبلغ ايه ومسروق ايه? الكلام ده مش عندي. ده الفاترينة تاني يا حبيبي. عند عالي مفيش الكلام ده. ماشتغلش في المسروق التكل على الله يا عبا. يعني هتنكر ان انا خدت منك التليفون ده. ومارضيتش تديني ليه اي ورق. بقى امرت ما قلتني انه جاء من بره. الله طب هو جاء من بره يا عمو انا عمله تحت الفاترينة ولا ايه? علبة لو السودا اللي بتتحدف علينا دي. وبعدين يعني هو انا مغسل وده من جنة. ايه ده بس افاهمك انا بيجي لواحد محترم كده زي حضرتك. عايز يبيع جهاز المستعمد. باشتري منه ومن غير ورق. بيجي واحد تاني برضو محترم زي حضرتك كده. عايز يشتري الجهاز بابعهوله وبرده من غير ورق. غلطتش عنها. اهو طلع مسروق والحكاية باني. اخش على السجن بسببك. وبعدين بقى السجن ايه? ما توترليش بحكاية السجن دي اعمل لك ايه? تعمل ايه? تاخد تليفونك وتديني تلقي فلوسي. وترجعوا الحرام اللي سروا منك. لا. بقول لك ايه? حرام وسجن والكلام ده بقول لك يا بركة. عشان نخلص كده عشان احنا بنلوف لك مع بعض ونجب من الاخر. لو انت معاك ورق يثبت ان انا بعتلك الجهاز ده. روح اشتكي يا عمي. اه انت كده بتنكر. طب انا همشي من هنا حالة. انا روح على اسم الموسكي اعملك محضر. الله يسأل لك يا عمي. ايه البلولة تتحدف علينا دي? ايه? وانته يا عمي شعبه. الله. معلم زيزو. الوقت علي. مش في السليم. بيشتغل في الشمال يا ريس. الشمال? مش فهم. بيشتغل في المقلوب والمبلول والتلاجات وكل حاجة مضروبة. ما انت اللي عرفها. الوقت ده لامم شوية اهل سيع وحرمية اصحاب بكره. اصحاب ده? ايوة بيسرقوا الموبايلات من الناس. ويبقوا اهاله. يبيعها للناس. يعني كده سمعت شارع عب عزيز بتبقى زي الزفت يا ريس. اطلع هاني امه. بكر. روحات الوقت ده حالة. عايزو صاحي? عايزو ناين. روحات الوقت ده. امر يا معلم. عالم. تمزع للحاج ليه? وطي على اين الوسع ده الوقت. وما تتكلمش ولا كلمة الاحسن والله العظيمة او ملزقك في الحيط. ومال وبوسها. الحاج يخيره عليا. وما ينكلش غير غرب من الحرام. قعد يالي. ماشا معلم. شوفت? اهوردي عنك اهو. كلم بقى كده بالراحة وعلى مهلك بدل ملزقك على افاك. خمسة وستين الف جنيه. تلموهم ازاي من شغلك معايا وانت ايدك نظيفة يا بحلول. شاء يا معلم. منو انا شغال عالتال في الشارع لحد ما انت دخلتلي السجن. يا ظلم من سانك لا تعهولك يا لأ. وفلوسك اللي هما شقاك وحلالك وتعبك زي ما انت بتقول. بتدهم لمراتك ليه زي ما تكون بتتاوي قتير. لا لاي لله مش مراتي يا معلم. يعني الحق علينا مش يلتغمش مع حد تاني. هي كلمة واحدة. مش عايز لها تاني. سرقتني وانت شغال عندي ولا لا يا بهلوف. اه كده بانك للبيتة خلاص. اسمع. الحاج مش هدفع لك حاجة. عنا اللي هدفع لك. بس مش خمسة وستين الف زي ما انت قلت. ام الكامة معلمة. هنديل. اه. هنديلو عشرة الاف جنيه. والله العظيم ما ينفع عشرة الاف جنيه ايه ما ينفعش همعلم. ليه ما ينفعش ليه. ما ينفعش همعلم عشرة الاف جنيه ايه الاول. يا اخوة حديك اربعين. خلاص. لو اتكلمت كلمة تانية هارجع للعشرة تاني. فاهم ولا ما انتش فاهم. السلام عليكم حدث الصوت. اهلا. انا عايز اعمل محضر. ايه هو تسرق منك محمول انت كمان. لا انا انضحك عليا واشتريت محمول وطلع مسروق. اه. ما احنا شكلين في المحروق متاعكو ده ونفعش. روح يا ابني. ولما تشتري محمول بعد كده بقى اشتريه بورقه كامل. يعني ايه ده انا دافع فيه مبلغ كبير ولازم تعمل لي محضر. يا ابني قلتلك روح. القانون لا يحمل مغفلين. انت كمان هتغلط فيا ولا ايه? بقولك ايه انا مش نقصر. الله. يا ابني افتاح. تمام يا باشا. اقولك انا يا باشا. انا اشتريت محمول وطلع مسروق ومش راضي يعمل لي محضر. اه محمول ده بقى اكيد اشتريته من شارع عبا عزيز. ايو يا فلا. تعرف اسم اشتريته منه? طبعا يا باشا اسمه علي. لا. اسمه مش علي. اسمه عبا عزيز. عبا عزيز عبر حين فضل. بس يا باشا اللي الشارع من العالم هو اسخة دي. اعمل لي محضر افتاح اطل دعب عزيز. او بحزارك تبللو. هات ازنابو حصارو. انا بو. تماما باشا. اسمك يا دي وبطاطة. اسم ناصر وبطاطة ايه? بطة يا دي البطاج المنزل مطلع ايه. وط صوتك. وانت عم شابر. وط صوتك. عايز تشتغل في الشارع. لسه عالي. توطي صوتك. عايز تشتغل في الشارع لوحدك يعني واحنا ولا اكلش عيش ولا عم شابر. مش بتشتغل في المقلوب والمبلول والمسروق. وانت مالك يا عم ما اشتغل. دي بطاطة عالي. وانا قفل البطوة. فتحت هذا. شوفي عالي. انت عارف كويس ان التليفون صغير مني يوديك ورا الشمس. بس كده مشيك على فكرة. ولا. كتاب علم الادب باسم المعلم زيزه الفصل التاني. لما تكلمه تلزم الصدر. تلزم ايه? الصدر. ما انت كبرت علينا يا صدر. ما ليه? كبرت قوي. اتكلم يا دي يا علي. شغل التلت ورقات بتاعك ده ما يعضش معايا. ده يوسخ شارع عبدالعزيز بس يا حبيبي. وده لتبجار. واكل عاش ناس. يفرموك. يجبوك عالارض انت ودكانك. اه. زي ما حرق ودكانك. الزم الصدر وصوتك واطي. زي ما حرق. زي ما حرق ودكانك قبل كده يا صدر. ماشي. صف حسابك معانا ولم بضعتك وجردها يا سطا. وشغل المبلول والمسروق انا هاعرف حسبك عليه بعدين. ماشي يا سطا. نجرد البضاعة. خد يا عمو فرد خل عليها تلاتين برها. ماشي بطاوها ده. بلكت عالي. ايوه. افربها كده. وسامي نفسك اسمه ما رأيه. برس بز زي ما باش. تنيني اه. بردال السلاة اه. 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 موسيقى ودي ابن روادة على الحكس موسيقى ممكن اعرف انا من هنا لين اعطلي شاي ابن موسيقى انا متجابش بالطريقة دي يا باشا ممكن اعرف انا هنا ليه واحد اشترى تليفون جات له رسالة بعد مركب الشريحة لين التليفون مسروق موسيقى بتسرع تليفونات يا رو حمك بتسرح يال وعمل تشكيل عصابي ده بلاخ جايدة وتكلم بادك وهو عتنسى ان انا عضو في الحزب ومش عضو عادي لا امين تنظيم وانت عشان عضو في الحزب اسيبك تسرق يا رو حمك اعمل اجراءاتك يا باشا من غير طولة لسان عشان ما زعلكش انت بتهددني يا ده اسبالة ماشي مش هعدها لك واخليك تعتذر وقدام سيدك حصل لي انا الرعاة هتعترف مسروقات ولا لا ايوه ما حصلش وبعدين ان كان عن مسروقات يا سيدي روح اسأل ابوك الحج شرشابي اللي طول عمره بيشتغل في المبلول والمسروق وانا اللي بغطى عليه اسأله عن صفقة الغسالات الاوتوماتيك مين سترك فيها مش زيزو الكهربائي برضو ايوه هلوه اه يا سدان باشا ازايك اوه اوه مواطن عادي بلاك بالسرقة وانا بعمل واجبي لا انك انا عالجمال احنا ما نجملش عز منك بس يا ده محضر رسمي وانت فاهم بقى يا باشا اوه اه طبعا تشرفني استني كباشا سلامة ما جيتش تجوزتها اللي ايه اوه مش قادر تتنازل وتكسبني ده انت حتى لو كنت جيت عزدني في مرات اللي راحت كنت ركبتني حق اقاله كنت حاولت اصلح الغلطة مهما عليك مهما عليك هتبضل عايي الواطي والقتي اللي عندك اه يجولي ولحصل ده قرسك ودي عشان تهرف ان يقدر عليك ما يقدر على القدرة اللي ربنا يا باشا عيب وانت حتبضل طول عمرك حقود وغبي وخسران عارف ليه؟ عشان ما عندكش ثقة في نفسك بتشك في كل الناس حتى في صابع ايديك كده بقى يبقى تعمل لك كليب بزي اللي شفته عشان تفضل طول عمرك عينك مكسورة ووشك في القرب ما عايش اللي يكسر عيني يا باشا طب طميني عليها مفتيحة هو فين دلوقتي جوه عند عاصي وبيبي يحقق معا طب ينفع تخله؟ لا طبعا مينفعش هو ما يخلص التحقيق هيخرج طب انا عايز اشوفها مفتاحة طب هقولك على حاجة يا ابني انا ورايا شغل كتير الله عمر انا شغل ولا ايه؟ قعد استنى شوية طب بالراحة مفتاحة بتزهع ليه طيب حاضر هنعرض موشك الخريط كيف حالك؟ نحسوا بالناس.. نحس مش كده شكراً من مفتاحة أنا خلي كانت كثير أول قادة طويلة هو في إيه بالضبط كل ده؟ ومحضر.. المحضر الجامع ده ده؟ روح يا بني وطعالة بكرة أحسن روح يا بني وطعالة بكرة أحسن بالبسورطة دي؟ هي الصائبة ولا إيه يا جماعة؟ لا خلي بالك بقى أننا فهم في القانون كويس أوي أه أخويا من حقه ورعاه يجب معاه ومن حقيقنا كبان مشهور محضر لا تهبي زيا ليه؟ أنا مش وزي يا أطلة ولو سمحت ما تعاملنيش عليني تردها معا عنك اه متعليش تبترد عليها بحمك؟ لو سمحت يا باشا ما تبسي زير طمي بعد اذنك خضي لو ادك هو رمضان يخدني على هجل يا باي ياله ياله هيا ايه يا ابيت ياله اطلع الدم ماشي ماشي اطلع فيها يا حكسا هاش منعين اكل ايه اهلنا يا زيدان باشا اولا انا اسمي سيفت جدا زيدان ثانية انا وانت مش فاهم ان انا من حقي كان انا بقدم استجواب لوزيلك بسببك انا فاهمك بقى يا فادنا انا بشوف شغلي شغلك تعمل محضر بادلة وتحاولوا عناها بس مش تتطول عناس محترمين وتمروتهم معك يا فادنا لو سيادتك مش عاجبك شغلي ما تيجي بقى مكاني وتشوف تعمل اللي انت عايزه يابني انا كنت مكانك لغاية ما بقيت مساعد اول وزير كلمة معكم شعيبة ودام مخبيرين على ولي حالي عادة فين يابني ساعة العاقيد عادة في الدور التالي فين؟ في الدور التالي طيب يا ولادي الجنية لاحاية تجيبوا الكلام ده ازاي انا هقولك اللي حصل زيزو بعت لنا ماشي الوقت وهو موجود في الاسم يا عبدتها بتكلم لنا ليه ابدأ قلت باعك وقل له هو في الوقت اللي كان الامين رجائي بيصور الكريب اللي عاصم بيقدر فيه الرجل الطيب من عبد الرجائي ده بقى حبيبي وكيفه عدي خنصت المشوار ده كله باعه وثلتمية جدا واسباع تلتمية جدا واسباع وبعتها اللي بلوتوس يا عبدالحرامي يا تلتمية جدا وانت واخد مني خمسمية جدا عشان اترب الحشيش ده مش مفلوس ولا ايه هتخلينا اغيب عليك في محل اكل العيش وعورك في حواكبك واخفلك من على قرطك والعيش والمال والصحابي اللي بيننا فوقك بالذكريات دي يا عشابرو والقميس البن مين اللي جابهوه لك انت اللي مختاره بس ان اللي دفعت تلاتين جدا والخمسة واربين جنيه بتأكدش الابير مين يا بكرو صدق يا ركبت دي لغلطة يا عشابرو حك على يا خلاص يا عم امينا رزق منك ليه تفضلوا تفضلوا ومنو بينك لو سلسعت معانا يعني هنعمل من الكريبات دي البون الله وتبونجون بالبلوتوس والكريب منك لله يا زيزو جبتيني مصبتين ويكون في علبك اللي قابل اكل لوف اللي اسمه حبايبي وبصورني يا كريبات كتيرة او انا بضرب وحطوا بقى نجمة يا بك وحطوا بقى نجمة ما تقلقش الحم يا ربا الحم طب بقول لك ايه واحدة هنستدها زيزو كتير زيزو راح مشوار مع زيدان الدوري زيدان الدوري اه زيدان الدوري طيب معالي مياد هنعمل ايه مع الوقت علي ما قلق علي ده سبب المصايب كلها ولا انت كنت تعرف ان علي شغال في المسروب يا عم ما عرفش انا الحاجات دي ولا من غلق فوق دوران يا عم ما بفوقش انا عشان اعرف علي ومعليش ولا كان قاد اخد الفلوس بتاعتك عدها وتجبرنا شابرو كنت تعرف ان علي شغال في المسروب يعني انا كنت ناهم على وداني ده مش شغال في المسروب بس ده شغال في المسروب والمبلول كمان لا سلامة وداني و ايه المقلول ده راخل مقلوب يعني ان هو بيمسك المباين بغير بودرة بتاعته بيخليها بودرة يا الله يخري بيتك هتودينا فداية اسمها بوضة بوضة الهادية وبغير الكفر بيخليه كفر تاني يعني بيدمر الموبايل كله كفرت سيئاتي كفرت سيئاتي منك ليلة لما انت عارف انه وعا بيعمل الزفت ده كله مخبطوش على مين على وشه وليه بدأ مهروح قولينا بداه يا عم يا دي الكلام ده كان ايام الشهاوى وعلى فكرة الوقت علي ده ما بيشتغلش الواحدة يا باكره ده ما عاش وقت علي الساعة بيشتغلوا تحت بيري السلم بيمرمطوا الموبايل كله بيبرمجوا هتنسيني الكلام منك للا بقول لك خد الوصل بتاعك راجعوا وقطعوا قدامي يلا تشكريني يا عم يا دي بس بيني وبينك يعني اللي انتو بتعملو معانا ده مايصحش يعني قدام العالي السريحة والعالي اللي بيبيعوا طيار يعني كفاية كده ولا انتو لسه بتشوكوا فينا وبتدونا وصولات امانة وحاجات كده يعني اخصى عليك يا شباب زادة بها تتعلم منك او ممكن ميتين كنت مزنوق فيهم وحابب اقول هوم لك وفيها بردو الكلام ده وفي عمالينا وعماليلكو بردو يا جدع احنا واحد يا جدع بس النمر دي بنعملها مع العالي عشان بس كله اخد باله ايش بتعالش مني اسمي عادة بكر جاي في طريقة اوصلك ولا ايه لا لا باتفق بقى العبير راجعي هيروح يعلقوني في الاسبو وصورو لك ريب صوروك لوحدك؟ طيب بقى عبيرلك ايه اطلق برد 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 ايه يا عم زيزو انت فين يا عم؟ عند الزلدان في المكتب؟ طب انت هدريب عنده؟ لا انا هقفل وهطلع بقى طب انت جاي؟ ولا ايه نظامك بالزبط؟ اه شفته؟ دي مصيبة دي؟ اه طيب ماشي ماشي هستناك هستناك لما تيجي نتكلم بقى يلا سلام بقول لك انا هاخد الفنوس معي مش هسيبها في الخازن هم؟ حاجة في دماغي كده لما تيجي هقولك اه عشان بس لو جيت فتحت ومليتش الفوص ما تتخدش اه 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 سلام بقولك ايه؟ منك لله سلام ما خلاص بقى يا عبد العزيز بيه ما الموضوع هتفضل ما انا لو عدت هالي يا باشا عيسوق فيها بص سبني انا اتصرف ولو ما عجبكش باتصرف انت بعدين والله العظيم يا باشا لولا ما عليك لكنت فرنبو لكن اعمل ايه؟ اللي تشوفه سيادتك لا 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 بص يا زيزو انا عايز مزاجك حلو على اخر ما تساش انه بكرا معنا مع المحافظة تقول لاش يا باشا انا زبطت كل حاجة وعملت الحجز بقولك يا والين بتيجي معايا بكرا تشوف قريد اخوك السياحية والمرض غير جانب ممكن برضو بس اقول لي يا باشا بعد يزنك بصفة سعدتك يعني مساعد وزير سابق هو فيه تعليمات عليا للزباط يتعاملوا بسخافة مع الناس محوش عني يا اخوك يا زيزو انا مش قده يا باشا والله العظيم والد بيعزك جدا وكان نفسه يجي قابل معليك باهم شرفنا في البنك وريد جدا حيترقها كمان بس يا ريت بقى يخليه في المحاسبة وبس يا باشا البلد محتاجة عالي التأهيل طبعا اللي محتاج يتكلم في البلد لازم يبقى على دراية كاملة بالمخاطر اللي بتتعرض لها من الداخل والخارج بص بفوت علي يا معزيزو انا هشرح لك بعدين يا وديد ها يلا اوصلكم العربية لا باشا انا عايز سعادتك عشر دقائق كده توقل انت الله واحمد ربنا انك هتنام النهاردة في حضن أمك مش بس الكلام ما انتهاش بيننا هنكمله بعدين شرف السلام عليكم ايه يا زيزو كنت عايز تقول ايه والله يا باشا انا استخرت ربنا وقررت رشح نفسي للمجلس الدورة الجاي بس ده لسه بادري ممالو اللي اشتغل عليها من دلوقتي وانا طبعا محتاج اسمع خبرة حضرتك الطويلة في المشوار ده وابدأ من اول السطر مش معنى يعني انت عمرك ما فكرت في كده مديك شايف يا باشا بقى انه نتبهدل والتجرجر على الاقسان الحصانة الحصانة يا باشا خلينا نشوف شغلنا بهدوق ايو بس عوض المجل الشعب زي ما لو حصانة عليه قيود كمان يعني بس لان مش هتعرف تخلص شغلك بنفسك دي بقى مقدور عليها بس السيادتك توافق وترحى ومالو خد مقعد لهم مالو انا الفيات بس لازم ترضي الحاجة طوخي عشان ده مقعده ساعدتك انا مستعد لكل حاجة ماشي بس فاضل مشكلة صغيرة عزيزو مجلس الشعب يعني وجاهة وسمعة واسم نظيف بتفهميش غلط انا عارف ان انت راجل زي الفل اللي تقول علي يا باشا اذا كان اللي اقول علي باتتجوز سنها اوه راجل المفضوح ده كلمك كويس ان هو اكلمني مش احسن ما يكون طلع على الوراتين عارفي دول ساعة انتخابات ويبقى المجدس بالنسبالك باي باي ايه ده ايه ده ايه ده يا جماع اللي بيحصل ده حرام والله دي جريمة ضد حقوق الانسان والله يا بقى هو اللي جابه لنفسه انت نو تعمل ايه في الكلاب ده مش عارف يا اياد مش عارف ده ايه عم زيزو هننشره طبعا انشره فين يا اخوة في التلفزيون يعني لا انا انشره على النت عشان العالم كله يشوف ويتفرج على الافترى اللي بيحصل ده ايه بس كده يروح في ده يا رسمي ما في ستين ده يا طالما فاسد ياخد على دماغه ايه ما فكرتش في الراجل اللي بيتعذب ده ما تهدى علينا شوية عم الثوراجي ما تهدى علينا انت شوية يا عم زيزو طب اخوة قاله بقى لهم لسانك قدام الرجل اللي مزبطنا اهي مزبطنا دي بقى فحد ذاتها فاسد او 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 انا زهيت من ام الكلمة دي بقى يا ابن لازم ببقى في فقير وغاني وغاني وفقيرية الدنيا كده الغنى والفقر بيدربنا لكن لما الغنى ياخد من بقى الفقير عشان يختني ومين بس قالنا ده اللي بيحصل الله الفقير ده يا اما غابي يا اما كسلان يا اما بقى راجل متواكل يا سلام يعني انت بقى عايز تقنعني ان كل الشباب اللي مش لقين شغل دول يا غبية يا كسلانين يا متواكلين هم اللي مش عايزين يشتغلوا ما عندك انا هو مثلا من وانا عائل زغار قد كده شقيان في الشارع حلمت ان نمسك قرش وده قانون ربيني خلقوا في الدنيا على قد ما تتعب بتاخد انما اللي بتكلم عنهم بدول بقى يا حبيبي قاعدين يحلموا ويشتكوا بس ما هو لو كان في قانون يوزع الساروة بين الناس بالعدل ما كناش هنحتاج للبلطجية والمشبوهين يقفوا وسطى بين دول ودول الحق بيعرف صاحبه يا عزيزه ومين وكلهم يوقفوا من الاغنية والفقرة ومين يضمن لو اخدوا من الاغنية هيصرفوا على الفقرة وميحطوش في حساباتهم برا واللي بيدفع رشوة عشان يمسك وظيفة حساسة لما بيبدأ حياته المهنية ما بيفكرش في اي حاجة غير انه اللام اللي دفعه بس ما فيش حد بيدفع رشو عشان يخدم البلد انما لو كل الناس شالت ايديها وثبت القانون يكافئ المكتهد ويحاسب الفاسد البلد دي هتبقى اعظم واجمل من كده بكتير طبعا لكن بقى لما بس منك له ده از بقى للمالي ادماخ كنت الجوز دي علي النعم انتوا لو متخصوني كنت بلغت عنك وخلصت انا هقولك على حاجة اخيرة يمكن تعرف تنقلها اللي بتوع الحزب بتاعك ده وانا مقدر انقل الكلامك ده ارغي يا اخويا اقسم بالله العظيم ان الناس دي عارفة ومتأكدة انه هما فاسدين وحرمية لان الدمير ده فطرة زي الجوع والعطش كده اللي قلتة لما بتخطف من قدامك حتة السمكة بتجري عشان تاكلها بعيد لانها بتبقى عارفة انها سرقت لكن لما بترملها انت راس السمكة بتقعد تاكلها جنبك وهما طبعا مناسبهم بطمناهم وعملين نفسهم مش سمعين صوت المحتاجين لكن استفزاتهم للناس بكسبوهم عن التنمية والرخاء هيخلي الناس تندفع لحاجة واحدة بس الثورة الله قالك ثورة لو الناس عايزة تصور يا حبيبي كما صاروا من زمان الكلام ده بقى كلام ناس ما مثقفين مثقفين زي حالاتكو كده والمثقفين بتوعنا دول عاملين زي تجار شرع عبدالعزيز والموسك بالزبط بيشتغلوا في المستورد والمبلول ويقولوا عرب داعة الخواجات أصلي والبضاع الصيني مضروب بس هما بقى ما عندهمش بدعم من أساسه والناس غلابة بتشتري الموجود عشان كده بقى احنا ما عندناش خدمة ما بعد البيع الكل بيبيع وخلاص يا عم واليد يبقى خلي المثقفين بتوعكو دول يشتغلوا من دماغهم يفكروا في اللي شبهنا ويعملوا اللي يخصونا عشان يبقى الأصل بتاعنا بقى أصلي طب وزيدان الدوري هيسيبنا لنقلب اللي اسمه زيزو دا يا ابني ما أنا قابلك كده قلبت زيزو لصالح زيدان وخليته كمان يشيل نصيب زيدان في القرية داة وهي كانت وقتها مش شغلة وقفة 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 لكن دلوقت القرية شغالة ولها اسم وأفواج ونسبة الإشغال فيها عالة كل دا أنا روانة اللي عملته انت بس ركز كده وزبط زيدان وساعتها هيبيع زيزو واللي جابه زيزو انا مش هقرب هزبطك ولا هزبطه ولا لسه هزبط مين بالزبط صدق انت مركز في حاجة كتيرة قوي انت كل دا شغل نفسك دي انت حتى لو زبطت ميت واحد فوقين كده كده انت الكاسبين وأنا مش فهمها يا احنا جاين نفضل عالين في القودة ما تيجب نطلع برا نشوف الميا ولا نشوف الدنيا أما تيجب نطلع برا نشوف الميا ولا نشوف الدنيا البتاع الفتاة الداخل ما بقاش أكل معايا دكتورة لبنا لطفي حضرتك هتسلم ورق الطلق وتمضي موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر 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 وpektوب انا كده سيطراها تتجوزة زيزي واضعة انا يا ست فهمي انا لحاتجوز زيزي ولا غيره ولو عايزاني انا نروح هاكلم هكلم هاكلم اهو النبي صحيح انت بكلميا هو انا مش عايزة اتجوزه علشان أنا عايزة اتجوزو أنا عايزة اتجوزو علشان أنا حاسة اني ضعيفة حاسة حاسة اني عايزة ترمى في حُضنة و امي و اعيض بس خايفة皇би يا مجنونة يا ستي فهمي مفيش حضنها يا دويكي غير حضنك ولا ايدها التبطب عليكي الا ايدك انت فهمي بقى كلمي يا انا بلي كلمي ما حاوله ولا قوة قلي بالله طب وانت قاعد نستحمل نستحمل كل ده ليه يا ابني انزل مش قادر على ده كله انزل يا حبيبي انزل اللي ما تنزل انا هتصرف اللي تشوفه يا ابني اللي تشوفه هقول لك ايها مع السلامة مع السلامة يا ابني ماله صالح يا باب اخوكي تعبان اقوي هناك كافير ما طلع عينه عايزنا بحك الفلوس منين بس يا بابا انت عارف اراد المكتبة بقى ازاي الاول دوني تغيرت انت بس لو تسمع كلامي تغير المكتبة غير المكتبة انت اعمل ايه يعني ما هلفلو طعمية انت طول عمري يشتغل شغلنا دي طول عمري ما بين الكتب والكريس والكشاكيل ما عارف شغل شغلانة تانية خالص انا مقلتش كده يعني بس لو فرضنا يعني ان احنا قللنا المكتبة صادلية ممكن تجيب اي رضع سمين كده خصوصا يعني ان المكتبة في مكان حل وشارع عبدالعزيز وانت بقى ترتاح يا بابا ارتاح قاعد في البيت يعني انا لو قاعدت في البيت يوم واحد اموت بعد الشر ما تقولش كده ترخيله البركة يقول للي ايه الجواب اللي معاك كده اسيمة الطلع دايش نفسك انا كده تمام مبسوطة الحمد لله انا هروح الاجزاخانة اللي كنت شغلها فيها قبل كده علشان ليه فلوس هناك وبعدين عندي مشوار كده هخلص واجه على طول لبناء انا مش عايزك ان يومان دول تخروبي وتطلع كتير فاهماني طبعا فاهمانك يا بابا بس ما تخافش علي انا بميت راكلي انا بنتك انا علي متأكد كمان ربنا حفاظك يا بنتي يا بنتي محسن سلام السلام عليكم الله اي ريح طيبة ان ارسلتك يا مولاد ازاك شاعر برضو تبيع موبايلات بقى تبيع بطاطة هتفضل كل عمرك شاعر والله العظيم ده يوم مفترج وساعة تخز تفضلي تفضلي الشغل ماشي ازاي؟ الحمد لله رب العالمين طمينين عليك انا الحمد لله تمام انا كنت جاي اعتذر لزيزو يعني على اللي حصل من اعصو يا ريتو مسافر ده لو عارف ان ده هيحصل كان زي بانه دلوقتي عايز يتحبس كل يوم عشان تكت اعتذر للوقتي ايه هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها ااصل ما بقاش جوزي على فكرة نعم من امتى؟ من النهاردة وده للعلم بس يا شاعر شاعر؟ شاعري ونيلت ايه بقى؟ ومن اين ليه بالشاعر؟ طب انت الشمتين ولا فرحان؟ انا مش فهم انا انا منفصم المشاعر والله يعني هي غمة وانزاحت الحمد لله بس اه وطلع بجد وحق وحقيقي ولا؟ افصل بعدي التلاجة بتفصل حلو المحل على فكرة كان نفسك اللي افتتاح يعني بس ما كانش ينفع طالما ده أول تشريف لجلالة الملكة عندنا يبقى لازم نقدم فرضه الولاء والطاعة وعلى أعلى مستوى اي ده اي ده أنا مش جاية اشتري محمول لا 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 ومين قالك انك هتشتريه انت بس هتتشرفي وتقبليه عشان يبقى شرف لينا وجوال خط بتاعه خط بتاعه عالية القوم لما حوش ثمنه حاجاته مجرد بس انك تلمسيت وبيقبلتيه مننا وشرف لينا يا دكتورة استني وبعدين يزعل منك بقى صاحب المحل صاحب المحل؟ صاحب المحل لو كان وقف ما كان مشافي الابتسامة المشرقة دي كان وقع من طوله بقولك ايه قولي قالو ما تبصش في الساعة يا حجو هدان ما هو كده مش حنلحق الطيارة واو عتقولي ان احنا حنبات يا زدان بيه يا زدان بيه كنت خايف الحكومة اتصل بيه وخليها تاجي وتحصلنا الحكومة لو جدت هنا يا حجو هدان مش هنمشي ولا اسبوع وانا عندي مشاغة كديرة جدا في مصر والله هلا يطلق ما انت ماشي وحتبعد معانا الليلة او تتعشى معانا وتحضر البيعة كمان هاي وقت ده بيعت اي دي الكرية دي عبدالعزيز بيها يبيعها هاي لا انت بتغذر لا ده حقيقة يا بيه مجنون ده اولا هي احنا جايين نبيع ولا نشتريه هو عايز الجهو احنا لازم نكون معاه ونوفقح كمان افكو ازاي يعني هيا يطلق بالتلاتة ما انت ماشي ومقوب عليك النهاردة وان شاء الله انجاعدك في احسن جناع هنا ايوة نعمل اي قرمي نفسي بالعربية عشان اخلاص من النب احنا حبينك وحايزينك تقعدوا معانا كتير ايوة يا اياد نعم طيب وده حصل امت مش عارف مش عارف يا اياد مش عارف يعني مش عارف الله يا اياد مين يا عام؟ انت عم رومانسي فوقك من مغامراتك دي؟ طيب انا هكلمك كمان شوية ماشي سلامي ام بتكلم مين؟ اللي ابنة اطلقت يا وليد طلقت احسن طيب وانت مالك مش انت اخويا وابن البكري عايز اعترفلك بصير ساعات بحس اني مش قادر انساها هو انا لسه بحبها بقولك ايه بقولك ايه عم زيزو طيب هي اطلقت انت بقى يناويت ارجع لها ولا ايه؟ اول ما اياد قال للخبر استغربت احساسي يعني اطلقبطت كده بقيت حاس ان عايز اشوفها وحاس اني ممكن ارجع لها واني لسه يعني في مشاعر ناحيتها بس اتهيت اتهيت وهي اطلقت امتى بقى؟ النهار تسأل ليه؟ طيب قولك ايه قوم 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 نبي قوم قوم راح شوف شغلك ولا شوف حاجة مهمة اي حاجة تعملها يعني اشغل نفسك في ايه يا عم انت ما تتكلم؟ تكلم ايه يا عم دي ما بتضيعش وقت دي عاملة زي التكتك عارف التكتك؟ التكتك الجديد ده هي عاملة زيه وبالزبط نزل واحد من هنا واحد تاني يراكب على طول صدق ان انا احمر صدق ايه بقليك انا اللي احمر ما انا ما اتكلم معاك فتلك خلاص كبير تلي هي الحقيقة اصلاها بتوجع اصلا انا جيت لك عالجارح يا زيزو طب اقول لك دي ما تكلمهاش في التليفون ولو اكلمتك ما تردش عليها جيت قابلها وجها لوجه واللي احساسك يوديك ليه هو ده اللي تصدق وتمشي غرا طب او منزل المياه يلا ارجع المياه اه ما خلاص خلص اتحكتي من جارتي بص بص الحركة دي بسم الله معلم بهلولي وربنا وحسني فضل اصيلة يا شابرو كله بقنا عشان نرد سجون معاك ده انت جارة عيب ما تقولش كده السجن للجدعان اه اه اتعاب في الخيابة لو صحيب بعد ازنك يا معلم بهلول يعني لو الزمن رجع بيك لورا وانت قاعد مكانك يعني وانت هتسرق المعلم شرشابه وتاخد فلوسه حقك ما تمامت اللقم علينا حقك حقك يا حقك حقك يا حقك وبعدين معاك يا مدع لا اسب علش طب وانت عملت ايه مع المعلم انديل في الفلوس يعني اتلقى معاليا ورد الابال سودنا 40 ألف بدل 65 طب ما حلوين اخويا 40 ألف بدل 65 اقولك على حدى طب ممكن تفتح فادرينا انشغل اللي 40 ألف يعملولك 100 باكو في الشهر مانا اصدق في كده ايه رأيك تحط الخميرة اللي معاك على الفلوس اللي معايا ونشتغل ساو ما سيب زيزو زيزو دا خلت خلاص ما بيه زيزو زيزو خالص خالص خلاص خلاص رب خالص ما تزمر ما فيه زيزو عالف بيني وبينك معالم بهلول زيزو نفسه كبرت علينا اه نفسه كبرت ويدو طاولت وعينو فرغت وخد اللي ما ينفعش الدفاع في الفلوس عشان يرجعش قبل ياه الدرجاء دي شاهل منه خدها من الكلمة قالها معلمين على البورش الغدروا في حرامهم برضو اللي يخونك في فرشك ودفاك اللي يبقى موته دواه ودواك ايه باصل ايها معلم بقلولة باصل ايها تنفع مطلع اغنية اللي ايه اللي يخونك في فرشك ودفاك اه تشداله اه يبقى موته دواه ودواك ربنا بريكلك يا رب طب واو ازيزو خالك في ايه بتليك عالف وبتشتغلني لو ربنا وربنا ولا عظمي يتحرق زي السجارة اللي انا isojet اساضي مس Agreement طلب ب eyelidحك بقى اساضي يا شاب السانيق حبيتها عشان مناشي بعد ما انت طلعتها، المعلم بقى الا انت عرفني يا جدح انا انت عرفني لا، انا ما عرافسه انا انت عرفق الي المعدة ما طلقتها وم بينا وم بينا اني اعمل ايه؟ وم بينا سامره بني اعمل ايه طيب وم بينا الا انتشا يزبره طب ماني احنا نحنا بانبا انا عزبك يا صبره بره هالفايس طب احنا بنشايس يا حقوم بينا بقى حاضر حاضر يا معلم بينا انت لك عين حاضر من دبي لك عين حاضر انا عارف ان عبدالعديز بتصديم عليه وعشما انت ساعدني يبيع بالسر اللي قشدت ساعدتك علينا شوف يا عمد بيه القرية دي اتبنت علي ايدي وانا عارف يمتها كويس جدا صدقني انا لو كان معي كاش كفاية كنت استرددت نصيبي فورا نصيب ساعدتك محفوظ يا باشا ايو بس الرقم اللي انت بتقول عليه ده رخيص جدا يا عمد بيه وانت عارف ان وزيزو ده تربيتي حيصدقني واي كلام حاوله حيمشي انا مش هاوي يا باشا وعندي نظر ونظر ساعدتك ده في حدود كام يا عمد بيه اللي تشوفه معاليف بس بشويش عليها طيب انا هاخدد روانهان مرتين روانهان انتاخد من البايع يا باشا لا كده حضرتك مش بصدقني واحسن بقى ان انهي الشغلانة دي اتنين مليون بس تبنشيلي بالسعر اللي اتفقت معك عليها يا عمد بيه انا بقول لحضرتك ان عبدالعزيز وروان دول تلمزتي انا هاخد الضعف يا باشا اربع مليون هما دول اللي من تحت الطرق يا صحب بس لو روانت اللي هتواخده اكتر من اتنين مليون انا هزعل جدا يا باشا وانا مقدرش على زعل معليك يا باشا ما تاخذيش انا برضو محتاج اصدق انها ماخدتش اكتر من اتنين مليون جنيه وحيات زدان بيه مش هتاخد اكتر من معليك يلا منتكل على الله ونسجل بكرة لو ليك في الشيشة خش دوس انا مليش فيها والله انا اتخلقت من الدخان بس طب بقول لك يا زيزو ما تسيب الرجالة كده تشايش براحتهم من روحنا صبور يا روان صبوري عايز اقول لهم كلمتين جول خلينا نفوق للدخان جول بص يا عمي دي الخرايط وانتوا بقى خلاص عرفتوا طريق المهندس بقى امر اللي من بكرة الصبح عايزين نبدأ شغلة على طول خلاص افهمنا جو ام بقى مع الحجة المزة اشوفها عايزك ليه اهو قال لك افهمنا قوم بقى مع الحجة المزة وانت مستعجلة ليه بس؟ الراجل احد من بدر المستنيك المفروض نروحنا قابله دلوقت يا ستي ما هو قعد مع الدولي بيه يخلصوا وييجوا طب انا اخرج بره عشان مش وقت اكستجيني حسان انا خلاص مش قادر اتخنقت هو تتحدق فاضل انت عام البيت وليد تركز مهم PEYSON بعد دلغ داية تكلم عام عبد العزيزة عنام جلسط الوالدة وتسال عن حق قل نروان خادت تrires ديم يومي تحت التربيزة وادادين معروض عليها يهدهم خليه يفاركش ف 유هم؟ تعلق فضل يا باشا ازاي معليك اهلا لك يا باشا اهلا يا زيزي فضل يا رايز فضل اهلا لو أعظي يا رايز كان عندي شوية شغل كده بالمه يا بسم الله والاهم معليك يا باشا طالما كده كده حضرتك حتضيفنا القرية قريتك يا رايز عمدت بالمشتري الجديد أستاذ عبد العزيز صاحب القرية كلها كله بعد بقى بالعكس أنا حاسس ان احنا حنتفق ان شاء الله ده ده بقى يا زيزي وباشا السعر بتاعي ولي يا معلي الباشا الاسعار هنا كلها كده والسياحة اللي عبتي ايه رأيك يا روان هانم رأيي في ايه بس انا النهاردة موظفة بس وقعدة معك وديفة شارف بص يا زيزي انت عارف ان القرية دي اتبنت على ايدي وعزيز عليها جدا بس السعر اللي مادم وعمد بيه برضو مش وحش بص يا باشا مزعلش مني واضح ان انا هستنى على البعد لحد ما اسمع سعر احسن سدقني يا باشا ده سعر النهاردة والتأخير هيحرم معاليك من استثمار تمانها في اي مشاريع تاني الكلام معاول جدا بتفكر فيي يا زيزو مازدان بي قالك المفيد شوفوا يا جماعة انا اخر الكلام عندي طمام حين تلتا ده وقتو ده وقتو حلو ايوة حجة لا احنا زي الفل ايه لا احنا كوقسين ايه ايه كنا بنقول إيه؟ كنت بتقول آخر كلام عندي إيه بقى؟ قبل آخر كلام لازم أضمن الكمشن بتاعت حبيبتي القلب مين حبيبتي القلب دي؟ روان هانم ما إحنا هنتجوز غريب قوي بس طبعاً البيزنس برا الليلة بس أنا ما عملتش حسابي على كده الطالة ما هتتجوزه هتبقى المصلحة واحدة يبقى تاخد ليه يعني سيبك مني أنا بس يا حبيبي شوف أنت بس شغلك ونقدر على أقل إحنا لسه ما تجوزناش إنما دا شغل وبعدين أنت اللي جايبها المشتري هتديها كام يا باشا اللي تقولها باشا بس المفروض أن هي أتأخد من معليك عشان هي اللي جايبها لك المشتري الكلام دا لو هي سمصار لكن السيتات الحلوين لهم بنسيش تاني اللي تشوفها باشا بس سنستقر على سعر الأول على آخر كلام عندي دا والهانم لها اتنين مليون من تحت الترابيزة يا برعيس بي انت بش هاوي عشان تقول كلام زي دا وبعدين اللي ساعة اللي عرضوا عمد بي دا مقبول جدا والله يا باشا انت حبيبي أستاذي بس أنا بصراحة ربنا طمعان في ساعة ربتر من كده كمان من مكان مكانك يا رايس خدوا أجبك مقبول جدا مقبول جدا مقبول جدا وعلش يا لبنة اتأخرت عليكي كان عدي كده كم مشهورة عملتوا يلا طلعوا انت بقى على فوق استراحة وأنا حصليت بعد ساعة كده ولا حاجة حاضر بس متأخرش عليها عشان اتعرش أساوي لا مش هتأخر إيه دا في ايديك دا استنى إيه دا موبايل بقتي زي الناس اللي بتشتري موبايلات ولا ايه انا آني وانا راجعة كده عادتها على المحلة بتاع عبدالعزيز عشان اجيه التليفون بس سيد يعني مرضيش ياخد مني فلوس اه طب انا هتلعي لا لا استني انا انا كنت عايز ولك على حال بس يا ابن والله العظيم ثلاثة انا لم وافقتي يعني ان كنت تتجوزي عاصمة انا كنت بفكر بعقل وقلب الاب معلش كنتش فاهم ان الموضوع ممكن يعني يوصل للدرجة دي انا اسف اتقولش كده يا بابا انا عارف ان انت طول عمرك بتحبيني وتخاف على المصلحة دي اللي حصل ده نصيب انا رضيه بي طب ثانيا بقى الفترة بتاعت العدة دي يعني مش بس عشان نحفظ الانساب لا ربنا سبحانه وتعالى عمالها كمان علشان بدايه ده شوية فاهماني هي هدايه وده يعرف يفكر كوانيس يارب تكوني فهمتيني لا يا الله لا يا الله انا 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 انت باتك حرامي انا مش عارف انت عملت كده ليه من راجل كان عارض سعر كويس ده راجل تاجر بيشتري عشان يبيع وتاجر على تاجر ميلفش عشان انت بس تليك زعلانه على اثنين مليون العمولة بطل استذراف انت قلت عايزين نبيع وانا بس جبتلك مشتري انا لو ما كانش عاصلك في العمولة بتاعتك كنت خلصت معاها يا سيدي ما هو قالك مش هنختلف انت بس اللي علافت التربيزة بادري بادري اهو شفت بقى عليك زعلانه على العمولة فعلا هو انت عايز تزعاني بالعافية لما تخدرنا هلا بينا اخسر طب قول هو موضع الجواز ده بجد؟ ولا الكلام هو فيلم هندي بس عشان يتقوم ماشي انت شايفة ايه؟ شايفة اني يحمش واسيبك طيب انا كلها اسبوع عندي شوية شغل في مصر وهرجع اكتب وابدق معاك مشوارنا يا جميل صدقني حموتك مش قادر اصدقك ابدا الله عمليك ايه لا تشتغري بلد ايه انتو هنا وانا قلب الدنيا عليكم ايه خير؟ لا امدل ما فيش اصلا الحاجة بتصلت عشان كانت قلقانا شويتين ايه كلمتني يعني وانا اطمنت عليها تمان طيب يا حبيبي انا هروح المكتب بس عايزك دوري اول خدست عليها نايز تومينتي وليد قول لي ايه عملت ايه؟ قلبت الترابيضة طبعا بلانا لتعليماتك ميه؟ رد 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 ما تكسفش مني طب انا همشي تريد اشتغلني؟ ماشي نايز توميت يو زيزو موه؟ هلو؟ ازايك؟ موه؟ 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 بصلي كده ليه؟ كنت اول مرة تشوفي تصدقيني لو فالك ان احسس بجد ان اقول مرة اشوفك شك يتغير قوي كبه حاس ان في حاجة اتغيرك بس لسه بحاول اجمعها مبروك زمات ان انت بعند القرية سيحي قريتين ومت التسويق عقاري مبسوط يا زيزو مش فيها يعني بقى عندك فلوس وبيزنس حققت اللي اني كنت بتحلم ليه ولسه في حاجات كتير لسه محققتهاش واندي مبسوطة شعر بس مرتاحة اعيز ابدأ براول جديد واتعملي ايه مفكر على مكتب تابويس اذا ليه كويس بس هتجيب الفلوس منين مفكرتش لسه انت انا بتعملي انا عايزة مشي معلش انا اتقارت بمصفحة كده لازم اعملها اتقارت بمصفحة كده 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 مش دي اللي كنت هتتطخحة عشان يا سمين ولا ما كانش حب حتى بعد ما اتطلقت من عاصمة بقولك ايه اسمع كلاموها تعال انا وانتا روح نطلبها من ابوها المراتي بقى مش هيقدر يكح وهي تتمنى انا رايح اتجاوز يا امو بس مش لبنا يا لا امي مش لبنا امي مين مين امي مش عايز انتوا هدماج بالحوارات دي امو مش عايز انتوا هدماج بالحوارات دي امو هي غلطة كده امي غلطة وانا بلمان غلطة؟ ومين بقى الغلطة دي ان شاء الله سناء يا لهوي يا لهوياني سناء تسيب الدنيا دي كلها ومتلاقيش غردية نسيت اللي حصل لابوك زمان نسيت مراتك اجيالك هتتطخ بالنارة عشانك لا بقولك ايه بقولك ايه يا ابني كله الا دي ولا عايز تقهرني؟ جريه يا اما بقى لا يا عبدالعزيز يا اما فهميني ايه فهميني؟ افهمني انا ادخل على الانتخابات ودي غلطة هتعملش اوشارة وهتحرمني من دخول المجلس اعمل ايه بقى؟ انتخابات ايه؟ وحنا خدنا نقيم الانتخابات دي وحنا نرجع ايه في الانتخابات دي ايه لا دي يا ابني لا يا ابني ايه لا دي؟ صلنا عامي بقى يا اما تنوبي تنوبي بقى اتموتني مقهورة لا مقهورة مقهورة كانت مقهورة كده برده هون عليك تنكد عليا يعني يوم هون مخنوق ومدايق وفايل مكفيني ينفع؟ ايه يعني خلاص احنا ويتسيبني الوحدين يا ابني بتعلم مناش جهيرك يا ابني لما انا حاجبها تعيش معانا هنا جمان؟ بقولك ايه؟ انا لا طيقه ولا طيقه اشوف خليتها احرام عليك يا ابني استني استني لا يا باشا لا يا باشا كله تماما انا جاهز لا اجيبي المأزون وجاه على طول ربنا اخليك سلاف فضل 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 لا يا واطف ايه؟ ده بدان ما تتعلي دعوة حلوة كده من قلبك؟ دعيه لك يا ابني ربنا يسعدك سلامة ربنا يسعدك يا ابني يبعد عنا كل شيء اراضي تماما يا ابني تماما ردك ايه على الكليب ده يا حضرت النقيب سعد تقليده من ايه؟ الوزارة بعتهولي والوزارة جايبها من على اليوتيوب لما هو الانسان بعتطلهم مذكرة وباسمك العالم كله بتفرج على فضايحك عملي فيها بطل الابطال انا نصحتك قبل كده يا عصر وانت بسمعتش كلامي وريني بقى هتعمل ايه قدام الرأي العام يا باشا دي عال سوابك ومبرمين والقانون لو واحده مش هجيب للناس دي حقها يا باشا احنا لما بنرغط عليهم من العال دي بتعترف والحق بيرجع لصحابه تاني؟ يعني انت مقتنع بكده؟ طيب ايبقى قولي الكلام ده بقى في التحقيق انت من دلاتي موقوف عن العمل يا حضرت النقيب فضل نمضي بالعلم ومن بكرة تدور نفسك مكتب عشان اداهوا معاك التحقيق عالسلام ايه عم بس الرومانسية دي كله؟ رومانسية؟ رومانسية ايه بس؟ انا حاسس ان المكان كله هنا بيبص علينا يا سلام عيسا تهيني يعني انك وامرك ما خرجت مع واحده قبل كده تخيالي؟ ولو انا كنت خرجت مع واحده قبل كده كنت هبقى متوتر بالشكل ده سيبك انت وليلي بقى وانت زاي مامتك سايباك تخرجي لوحدك وانتين فاهماني انها امين شرطة طب واتي صوتك احسنين من الشرطة يسمعك ليه انتي جايبها معاكي ولا ايه؟ هي لقعدة تقرى الكوردال هناك انا هنهيس بقى ولا ايه؟ مش تهييس والله ماما الله يخرب بيت جنانك اللي شوفت قاعدة هادية كده في البنك ما يخطرش على باله حركاتك دي وانت مالك مرهوب كده ليه؟ شكل سبالة طبعا انا فاكر ان انا خارج معاكي من ورا اهلك كنت لو قالك هما اللي هنا وانا اللي مش عارف طب ايه هتناديها ولا اوما انا سلم عليها؟ انا مش عارف عامل ايه؟ سيبها براحيتها وادنا نقول لك انا بعملش حاجة من وراها قول بقى اقول ايه بس؟ لأ انا هان علي يا اوما نطف النية يا عم هي من افضلنا واحنا نعمل بشواغتين بالنا طب اقول انا طيب؟ تقولي ايه؟ بس يا سيدي انا اول حاجة شديتني لك شكك حسيت كده انك واخد الحياة جد بس فخدت اسمك بقى وعملتلك سيرش على جوجل ولقيت عندك مدوانة دخلت قريت فيها كلمة كلمة فرقاتك يا عم جوجل وعجبك اسلوبي طبعا عندك اخطاء نحو بالهبل نحو؟ النحو ايه بس بالوقت؟ لا خلي بالك انا بكتب قصيد بلغة العربية الفوصحة كمان بالفوصحة كمان؟ ايه بقى اكيد انت بقى اسمي وايت اللي كتبتي القصيدة وعلقتها على كلمة صح؟ وفجره كمان؟ يا طالع الشجرة هاتلي معاك فكرة تكبر وترقينا ونخوفنا تشفينا وتردنا احرار وبعهدنا ابرار نحلف وقت الخوف وتردلينا تشوف عمانه يبقى نهار وعمانه يبقى نهار طيب طيب ابتقاهك سرعت يا فاتت سامو عليكم يا تانت تانت؟ خش يا خراب البيوت مبالفين سنة؟ موجودة اعمش الشابي انا عندي تانت نعمة هو معاك المأزون متفضل يا مولانا زواج سعيد ان شاء الله ربنا يبارك لك ايه الحكاية؟ زي ما تقولي كده اصلح فشت السخان البيضة فشت السخان مش صلح ناعة يا سنة يا حاج يا بقاψ معاك الدوري بقي والحاج جا انلي ونها مبتنساش وبطيقكم عشان ما عملكو فيش متبلي الشرباط يا حاج يا بقا يا منتا كريم يا رب ايه.. منعني يا اخوي يا هابلل الشرباط حالة اوازا تأخرت عليك يا أحلى وأجمل سناء في الدنيا دي كلها والنبي يا واد انت باين عليك ابن حلال ده انا يظهر كنت فهمك غلط بس انا مش عايزاك ما عندناش بانت تقول لا خش يا مولانا انت على الانتريق يلا حاج هتنا البطايق كده وقسمت الطلاق عبال مواكيلة العروسة يطلع حاضر يا اخوي عناي بس انا مش عايزاك ايه هو بالعافية طب قولوا لي بكرهاك كده وناخد المأزونة تكل على الله طب انت جاية تجاوزني علشان بتحبني ولا جاية تجاوزني علشان شفق شفق يا خرابي يا بيت تبطلي يجدین ونصطلع عالسلم خش جهاز يا الله طب انت جاية تجاوزني علشان بتحبني ولا جاية تكسب فيها الثواب نكتب الأول ونروح بيتنا انا انا قولك كل حاجة ماشي وانا مش حت بالكتابة فغل لا ما أعرف انك بتحبني قدم عباحة يلا بيت تخش الباسي الورقة و البتاقة تمام يا ساتر يا ساتر أهلاً يا مهوات وتفضل حاج بيتك برضاً سلام عليكم يا صاحب البيت أهلاً وسهلاً تفضل إتناك يا بيت تفضل هاين تفضل هاين ممكن تكون معا صراحة مين حضرتك؟ فضل معدم السجاد السجاد؟ انتو مين وعزين ايه؟ تقال لي كيف حال كامس يا نسخي انت كمان عارف اسمها انتو مين؟ فضل معا مخلصة شهرة يا جماعة انتو أكيد تقصدوا حد تالي خامس فضرتك وليل عبد الرحيم فاضل فضل معا مخلصة شهرة طب بقى طب سواهني طيب طب بلغ يا أخوي طب هاتني مريته طب سواهني لحظة واحدة بس لحظة واحدة يا جهرعة طب وحي شارع عبد العزيز يا ناسمة شارع عبد العزيز حاضر خلي بلك انت بالنفسك شارع عبد الرحيم فاضل شارع عبد العزيز حاضر بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صراح وسلام ثانية واحدة يا مولانا قبل اي حاجة اخد احجش الشابي ده شيك بمئة وتمانين الف كمسة وستين طوال عروسة كتبدي قبل ادورهم يعني والحمد الله دوروا وقسبوا وضعف كمال هيتبقى خمسين الف جنيه ده مهر العروسة مصير يا ابنة مرحيل تربيتك يا حاج كل شي بقى وانت طب والشابكة نفسي في شابكة يا زيزو زي بقيت العرايس يا ست نزلت ساغة انت وطانت واشتري اللي انت عايزها وانا رقابتي سدادة بص انا الدهبة عندي كتير ومهمة عندي انت بس بوري طيب لما نكتب الكتاب الاول شو قد تحساب خارس خد يا ابنة ادي العمك انديل الاربعين الف جنيه بتوع والباقي حلال عليك انت امراضك ده هو الحساب يا ست شابي اكتب يا بولان اي عمدك تأخذنا لله بسم الله الرحمن الرحيم مامي 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 وعليكم السلام يا مولانا ايه اتا خلصت عمل معزون ولا ايه؟ الحمد الله تمامك الف مبروك مجل الشعب ايه بسه بتاع ايه اعم اشوف مصدقتك دي لاب خجن دقاوي ما تركز بقى حج الرجل قعد معانا الله طب ما انا بقول عشان الرجل قعد معانا والله يا زيدان باشا انتليك الجنة اهل الدي الهارين اقتربات ومفيش متشكلين دي حاجة خريبة جدا ما هو العمل العام ده يا حج متعة زي ما تقول كده يا ربنا مسخر ناس من عباده وحببهم في خدمة المحتاجين وادين اهو رايب حانتشرف عابل عزيز بيه يا سلام عليك يا راجل يا سامح ربنا اخليك له مصر يا باشا اهو بس ده لسه بدري اهو عن موضوع ده اهو واديني بقول من دلوقت اهو اللي مش هادينا صوته في المنطقة اهو زنده على جمعه والنبي يا زيدان باشا بلاش تاخده معاك احسن يتشغل عنه السلام عليك اهلان يا عاصم باشا دايما بتيجي متأخر كده تفضل يلا تفضل اختك اتجوزت يا عاصم والله مبروك مبروك طيب اتوكل انا بقى على الله وبقى امر الله كلكم معزومين عندي الليلة انا خدني معاك انا اصلا معاك جليفت بوطات كتير طب وانا الله يبريك فيك شكرا طب انا حضر شلطتي وجايا براك الله يبريك فيك يا عاصم ام يا قندي امه ما شوفه نعمل اياه يا رب حتة ستة ستمية ارنم سلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقولك يا باشا وفين ترتاشر شاب عزيز او قال لك فين ومين اللي قال اللي قال لك تلستاشر خلتي اوه خلتك اه طب هي عبل ايه هي فين شارع بس حضرتك لو سمحتك طيب طب انت ايه اللي جابك من هنا طيب مين بقى طب بص شايف بص اخر الشارع ده كده تمام شاف عربية الكبدة اللي عنده سياه دك الحبرة دي اه 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 هتاخد شبال بالبعدية كده على طول تمام تمام هتلاقي بوقف المقربوسات الرمسيس اه اه هتاخد عربية هندي جامعة او طوالي تمام تمام رب ده هستر طريق رب ده هستر طريق بقول لك ايه عبدالعزيز هو تلنتاشر شرع عبدالعزيز ده فين اهوفل اهم انا ده هدامة عبدالعزيز ده بس صباح اللي نور اه لو سمقنا نتور على الاستاذ عبدالعزيز اه هو الاستاذ عبدالعزيز انا نسمى انا نسمى بشتغل مع اخوه في البنك هو اطابت عليه ايه يا نحو السود تبقى عليه امتى فين من ساعة قريبا كنت انا هو ممتي في كازلو اه مقوم امن الدولة ممتها لي امن الدولة طب اه 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 يعني اخدو امن الدولة على طول على هماك طيب طب اوكي اوكي طب انا هتصرف انا هشوف انا هعمل ايه في الموضوع ده مش مش اوكي طب لو سمحت اقولي اي حاجة طب انا هبلغوة هنشوف طب انا مش عارفة معيش انا ملبوخ انا انا اسف جدا انا اسف شكرا نعم يااختي انا هنهرج جتي مصر ازاي يعني الموالمين هيدور القرية هناك هو لعب عيال انت فين شارع عبدالعزيز عندي محل ايه انت فين يعني اليافطة دي بقري شعب طب بصي وصالي عنده ناحية التانية هتلاقي سبع الفول يا حبيبي هتلاقي زيزو ملك المحمول ده المحل اللي هو التاني يلا سلام عبدالعزيز وليد فقم من الدولة يا انا هاريسو اتمين لقلك كده اسف اسميلتو في الشهولة لسه جاي قيلاني دي جواتي حالة انتعه هدي اخرت الانترنت والزيفت اللي احنا فيه يا عمي بس شو ما هنعمل ايه دلوقتي ايو يا باشا يا باشا اللي حراكوا تعمل حسابه حصل وليد راح عامل الدولة يا باشا همسكو اه 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 ايه في ستك اللي يوصل قبل تاني استنى انا عايزة ايادفل مع حضراتي حضر يا باشا ايوصل بطمين يا دور زيزو هاي يا حبيبي ازاي اطلعي بسرعة العامل الدولة ويسكو ادي ده اخوي ايه ده ايه ده امتة ده امتة اطلعي بس ايه ده متوسى يا زيفت انتي مين زيه؟ مين دي مش من اولها يا زيزو يا بنت الجاز ده مش من هنا الولها يضيع قد بي انت خلبت من دي كمان اتبوازة سودة اخويها احبارة مانتو قلق امن الدولة بتغطي؟ ولد يا خلابي سلينك سودة معايا يا زيزو وحيا تقامل عبايتك في الصفراء واليوم يا بيت رواحي وانا احصلك هتحصنين انت وانت عيامك سودة معايا اطلعها رواحي اطلعها رواحي اطلعها رواحي اطلعها رواحي اطلعها دوسيها دوسيها مش عايزها دوسيها اطلعها عزبك كده يا عياد يا عياد النيلة سابت له ده ناو راحت والوضع حبت عيني كل شوية عيان وصخر سلامتو ألف سلامة يا خالتي اشبانك الطيبة واحنا اينا ربنا يرحمها وربنا يجازي زيزو في خير يا رب تعيش يا بنتي مال انتي لابسة اسود ليه؟ جيت عشان خاطر تعزيني في حالي لقيتنا انا اللي بعزيكي عزيكي؟ اهي يوم كويسة؟ امي امي ماتت من زمان ماتت بعد اسبوع واحد لما تجوزت الدكتور شاوي تبقى ايا في حياتي كابنتي تبقى ايا في حياتي كابنتي تبقى ايا في حياتي كابنتي ربنا رحمه كانت صاحبة عين ماتتوا ثابتني في النار يا خالتي ايه؟ ايه اللي جارة؟ ربنا جزاني جزاة طمعي كنت مفاكرة ان انا هتجوز دكتور وخراس مش هبقى ممردة هبقى مرات الدكتور لا انتي مش اتجوزت الدكتور وربنا رضاكي ربنا رضاني جزاة طمعي ايه اللي جارة بس؟ طلع مريض ومرض وملوش دوا هاعوز بالله الله اكبر الله اكبر رماني معه في النار ايخالتي نار ايه يا بنتي؟ الله اكبر بعيد عنك وبعد عن استمعين يا رب طلع مريض بالسرع هاعوز بالله الله اكبر الله اكبر تحملت مرات مراته الاولانية قولت عايش مرة ايخالتي حملت بس قولت سقط نفسي خفت على ابني ونبي يا بنتي الغلبان ما بيشبعشوا قلب ودينة خرقت ايد ورا و ايد قدام ايه طلقك؟ لا ميت يا دنايا يا بنتي ربنا يصبرك وده حصل امتا؟ اسبوع ده التاني و اول ما ميت مراته دخلت الشقة واخدت العفشه كله وطلعت انافض ايدي ماليش يا خلدي صدعتك بس انت عارفة طول عمرك انت اللي باشكلها استني تعاشي معاني قومي نعمل لقمة ونكلم زيزو زمنه نفسي يشوفك قوي لا يا خلدي قطر خيرك بلها انا وشفة انتو بس انا كنت عايزة اتلوم منك طلب عايزة اتكلميلي زيزو يشوف لا اي شغلانا بعد الظهر انت عارفة مرتب الحكومة مبكفش اي حاجة عناية يا بنتي طيب يلا على الباب والنبي يا مريم ام يفتح الباب او بالمنايم عبد الرحيم يا خرابي يا نيني لعنايا وعلى ايام السوء انا مش هتخلص واحنا ناحته واحنا فوق انت مين؟ انا ما اعجي وانت لمين؟ استطاعي بتنشفتك في المرساشة عند اشجان فانا هواعدف اهلا وساهلا يا اختي ونبي حلوة جميلة حماد والله العظيم بحبك ووحشتيني اخبار صحياتك ايه؟ يارب تكون كويسة وليلي طبخة ولا خشة سخان اصلا انا كنت بفتر الصبح وفجأة لقيت زيزو طبع ليه هو والرجال على ما خلصنا الليلة بقت دلوقتي وبقت فطسنا من الجوع اكتنى هتطبخي ولا خشة سخن! انا نزلة يا خالتي الله يخد فعالك يلا يافتي مع أنفني سلامة والقلبة دعيلك يا قاعدين يكفيكو شر الجيين ايه ده؟ انت من أولها هتقبلي عليها شغل الحموات بتاعك؟ لا حرب عليك ده لنسه في أولها وعروسة وبعدين خد يبالك أنا هو ممكن أحطك في عب وعقول لدي زي ما شفتاش اسمع يا بات يا اللي ما تستميش انت عشربان يكتبك لو ما تعيش في وسطينة سمع والله يا حماتي سمع اسمع يا بات والله الموطيتي حاسك وحطيتي عليك في الأرض لا كرة باكي مش شبك عند أبوكي فاهمة يا بات ولا لا؟ والله العظيم فاهمة اللي بس كنت بحذر معاك وانا ما بحبش الهزاري عن عملك واعمل حسابي عامل حسابي والله يا حماتي علي كل حاجة بصي أنا لو جد دهيئتك اشخطي في وشي واللي قولك ادري بيه بالقلب أصلا بابوت في العنف وبعدين لو زودتها شوية وانا لو يا زودها تقومي جايباني من شعري وتقومي حطاني تحت رجليتي وتناوليني بأي حاجة تقابلك في وشك ايه رأيك يا عطفتي يا حبيبتي عطفها مين يا قطعيسانا ايوة كده دوري معايا واشتميني وهزقيني اعبلي اللي انت عايزاها بقولك ايه ما تقطعيني وترميني في ازاي لا بكتاب الله ده جايبلي واحدة من المرسان وبشهادة كمان انا عايزكي تعذريني يا مينا انا عدلي مشاكل نفسي اصلانا جاعانا مش جوح قتل جوح جوح للبيت للدافة للعيلة للونس حماتت ناكفني وانا ناكف فيها عيلة اللي ما خلفتهمش يبقوا بيدوى خوني جوا البيت كده ومحدش بيسمع كلامي جوزي يفضل طايح مع النسوان وانا داي خوارة طول الليل كده يعني جعانا لا تلميذي ايه ده انت واستاذ كبير بس انا عايز الوقت ده يخرج ده الوقت لو ما عليوش حكا الله يخليك شكرا افندب؟ لا طبع مش ناسي اعتبرها بتاعتك كمان طايب يا زي طايب بتشكرا شوكرا مع الساعة اخوك هيخرب بعد ساعة مش عارف من غيرك كنا عملنا يا باشا ربانا يخليك لينا والمصر بقولك يا عزيزي بطل بقى بالنبي شوية حاجات البلدي دي وافهم المفيد ماشا باشا انا معاك من غير اسئلة بصو بقى انت عايز تشيل حكاية الانتخابات دي من دماغك خالص نهائي عايش حيات الناس العادين بقى وخلاص يا باشا انا انت كنت بتخدم على الشرشابي لما جاوزتني بنتو من الموضوع لا فيه لا شرشابي ولا سناء موضوع واضح دي الشمس بس انت اللي مش عايز تشوف شوفني وانا شوف دلوقتي مش انت عايز تبقى عضو مجل الشعب وتحت ضل الحكومة والحاجات دي تيجي ازاي دي بقى واخوك ضد الحكمة الله هيا دي حاجة جديدة على الوادي يا باشا ما السيادتك عارف والناس مش عاجبهم يا اخي هيا دي الله ودي حكمتهم يا باشا ما انت جيت برضه عند السيادتك حالي للموضوع ده لا الحال انو اخوك يبطل شغل العيال ده ما تجوزوا يا اخي خليه يتلخم في العيال وينشغل علي في دماغه هاي دادي سوري انت معاد حاج؟ لا تعالي يا حال انت ده عابو عزيز بيه وكان ماشي كمان اتواج لانا باشا اتواج لانا باشا اخلي بالك من روانا بستنيك برا مامي فين مال مامي سوف تقفل نادي سوف تقفل نادي جاير واحدة قولين اهو طب ما قولتش يا ابني ليه الكلام ده وازداني الدوري هنا كنا عرفنا ناخده ردي معاه في الكلام اقولي ايه واتكلم فيه بس ما ده فرح وبتاع بتحيه بكرة هنعمل ايه ما تتصرفي شرشيب الوضع يديا انا اتصرف انا اتصرف انا اتصرف ايه اقنديه ما عايزك في شيء ضروري جدا 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 اطلب بقى زداني الدوري وخد لنا اقرب معاد ممكن نقابله فيه لا حاجة ما تنفعش في التليفون تعدي علي الصبح في المعرض ايه اول ما تصعى عدي علي هبقى قولك بعد ايه مع السلامة وانت يا ابني بقى مش ناوي تعقل وتهدى كده عشان مستقبلك حاضر يا ابا بس انا عايزك في الموضوع تامي خير انا مش عارف عايش من غير لبنة 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 ايه ابنة انت تجمنت والله انت بطلقها راسمي والست باريها اروح اقول له ايه تاني ولا اقول له ابوها ايه انا عارفة طبعا انك عارف ان انا بنت اصول ومتربية عشان كده مردش هكلمك اخوك محبوس قلت اسيبك شوهاد مغاك تروقة وتهدى وبعدين اتعتب شيك اول مكتب بس يا خسارة ما اشرفتش عن ديكورك انا هتلع قشك بس مبروك الله يبارك فيكي بقى انا مفيش حاجة بقى مستهل العتاب يا سلام هو انت عايز تباع القرية من ورايا وتقولني مفيش عتاب ليه هو احنا مش شركة ولا ايه عارفة يا روان اكتر حاجة بتعجبني فيك ايه ايه يا حياتي بجحتك يا دمك او ربنا بجحتك هو احنا شركة واحنا مش داريين ولا ايه لا 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 مش حلو اللون ده عليه كنت قاد على مكتب شيك انا لو مش بايه عليك ما كنتش جي تعبك على فكرة انا لسه شريك ولسه كمان فكرة بعدك لها فضالي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه المبلغ ده انا حاية اكتر من كده بكتير انت مش شايفة الشيك ولا ايه عايز اكتر من ثلاثة ونص مليون هيا تسددي كل ديونك وتبوسي ايدك شعره ودقني وتدعيلي ولا بلاش تدعيلي دي الاحسان تقلب معايا عكسي لا يا حياتي انا هادي عليك عايز تاخد قرية بثلاثة ونص مليون جنيه وتباح بالمبلغ اللي انت قبضت واسيبك ليه؟ انت فاكرني هفق اه اه هفق انت هفق وده اللي عندي ماشي يا زيزو بس زيدان بي مش هيجبه الكلام ده عبدا زيدان بي اه شوفي بقى يا ستي انت تطلعي من هنا على مكتب وجاري واعملي لنفسك فيه روحي بقى عياطيله عارفة مكانه ولا جاوصلك لا يا حبيبي مكتب زيدان بي عرفك وعيس وعرفه قبل منك بس برضو يكون فعل ما كان اصدام بي ذكرت الاول لو مانفاش فيه غيره كتير وانا مش هسيب حق لي كان كسر حقك بقولك ايه انا مش ناس كلام نسوي ده تقلق والله وصيبيني في حالة معوجي المشبول ماشي يا زيزو يا بتاع الموبايلات مالك يا عبدالعزيز مش اخوك رجع بالسلامة قوم انت بقى لعروستك وانا حستنى لما يخرج من الحمام والله هي لح اتزعلتك تاني ليه كده يا حجة ده انا حتى لابسالك اخضر عشان تبقى سانة خضرة علينا كلنا هو اللي جاي من الصبح ومش طيق نفسه خشي جوا يا ساناة خمسة كده هتكلم كلمتين مع عمي واحصلك يعني خمسة بس مش هيبقى عشرة ما تخشي جوا بقى حاضر يا حمش يا لهوي ده احنا مكناش نسوين بقولك يا اما عازك تتكلم كلمتين كده مع وليد منك انت يبقى خفاف مني انا يستدقلهم هو وليد مزعلك في حاجة لما يتجرجر ويتحبس ويتمرمت لازم ازعل لما تصرفاتي تبقى ضد مصلحتي وشغلي اما لازم ازعل عقليه يا اما خليه فضوا من لابش بقى وخلينا نشوف حالنا اول مرة اسمعك بتتكلم وانت زعلان من اخوك يا عبدالعزيز يا ستي انا مش زعلان منه انا زعلان عليه ولو يردك اللي بيعمله حط جزمة في بقى واسكت لا بعد الشر عليك لا يا حبيبة ما يردنيش انا هقعد معه واكلمه الخمسة خلصت ولا لسه لا اخدر حيكبر من هورا معلم بهلول اعرف انا والقاط بكر ونادمنين عليها ايه؟ نحنا مدخلناش معاك السجن على اقل الواحد لما بيخرج من السجن الناس بتمشي تشاور عليه وتقول هم دول السمالينة ملانة ربنا ينوي هاية اخوة الف الف الممروكة عم معلول على فكرة براتك اتجاوز تزيده شكلك اتراوح جوزة النهاردة يا ام ده بعيرك يعني لما اوزها مش بيقولك حاجة دايقك انت كما جايت عاكدن عليها يا شابرك يا امي عاكدن عليك ليه لا سمح الله ده جواز على سنة الله ورسول ومقزود وشهود وعيال باسد الله يبقى يا شوقك يا ببين مفرط انت تشاهدن انا اخلوش هايو يا شوقك يا جادع طب ليلة سلاح هتبقى بيضة عشان هي وراه لكن انت لانتك هتبقى حمره باسد الله ساكت اللي وعدة عشان عبره عشان ما نغوتكوش ونتون اتنين الاسا باكره عشان العش والملح والصحوبية اللي بينكم قصيلة باكره اوه ده بعلم وقت اوه ده معلم بهلوش ادلك نفس يهدق عصابك ويفور دمك اوه ده بعلم اوه ده بعلم حقك عليها الحشيش ده حشيشك والقاعدة اللي بعفدة دي على حسابك اوه انت جرحتنا يا بكره بكرا ربنا افتح عليها واتجوز واحدة وطلقها اخد منها اربعين الف اشتري بيهم حشيش واوزعهم على الغلابة اربعين الف برضو؟ طب هو اخدهم بخلوه في براتو انت براتك دي بتعملش اربعين جدية الفلوس دي فلوسي الفلوس دي فلوسي وزيزو هو اللي سرقهم مني زيزو؟ زيزو ده؟ عشتك عشتك وخد مراتك خدم راتك وسرع فلوسك سرع فلوسك هلفلك واحدة كرتلة؟ مش عايز زفت انا قلتلك بتجيبش جد عدم معاك بعد كده لا حسن يا عب انا بفض طبك يا عب عشان تعرف بيد اللي باعك وتدعيله يحبل يا رب طب يلا بتقوه على منهل يلا بالهلة طب يلا هورب التلات عزنابي يلا يا عام ممشي بالهلة طعيف بصجارتين عشان ولا صجارتين وألف الليتين حتى ما تزوئين يا ماما يا ماما يا ماما ده زيزو هيا خد يلا يا ماما يا ماما انت اللي وقف ماما فيدي اللي زوائك يا ماما تعال يا ماما تقولك يا اماما انا مش قادرك قام ديوقتي خالص بكرا انا بكمل كلامنا براحتنا بعد اذنكو دا كلام يا اماما بتقولك الكلميةicer بايخش جوا معلês يا ماما اضبر شوالي النظام ايه النظام عايز عايز recomend ايه يا زيزو ايه يا خوي احنا مش هننام الناريدة ايه يا احمر 거지ا كياجيسا أسيقو من الوحدنب الخش إد تدى الاعانان زيا حسكري كده وربنا و الله طيب ما تقول لها انت هتخوفني عمّة بتقول لك ايه يا عبدالعزيز حبيبتي يا حماتي والله يا حبيبتي بنصهارك معانا وتعبانا كده شكلك هفتاني انت شكلك مش واخدة عالصهار صح؟ ملكيش دعوة يا سنة بقول لك يا عمّة من الحق انت يا بتسألش على عمّة رتيبة خالص صاح وحشان قوي آه بقى عمّتك رتيبة وحشاك قوي طيب يا اخويا بتسبح على خير وانت من قبل يا أمّة استنى بس الله لو مكنتش تحرك بس يا حبيبتي بديك يا صهرانة معانا آه طبعا انا اصهر معاك ما اصهرش معاك ليه يا حبيبتي ملك ملك يا سنة عمّة لتخبّتش على رجلك ليه خير مفيش حاجة يا حماتي انا حقوم انام عشان اخلص من اليوم الغريب النهاردة ده بقول لك يا عبدالعزيز انا كبرت خلاص مقدرش استحمل البيع الصلفية ده بقول لك ايه انا عايزة ارجع شققتي يا أمّة تتامل أعلك بعقلها ده كلام برضو بقول لها يا جنة دلوقتي عبد أهلاً ازيك يا زيزي؟ ازيك يا حماسي؟ ازيك يا بوزبيدي يا حبيب؟ يا أهلاً يا أهلاً يا ستنام ايه الحب والعزيزة دي؟ يحتي يا عز مقدارك اللي مؤخذة يا جماعة انا جيت كده من غير معاك انا قلت اتطمن على وليد وبالمرة شوف بنتي سناء ايه ده؟ مابا جيت انت اللي جايبك دلوقتي نعم اللي جايبك دلوقتي يا بنتي في الدنيا تقول لأمها اللي جايبك ايه وحشتيني يا حبيبتي ايه وحشتيني ده ما لا يسا سايبك الصبح في المقاب ده حاليا وفتحت الشباك ومقدين عيدنا على بعض هتسلم على بعض عز ماني ايه دلوقتي الله هو في كده يا حاجة في كده يا حاجة عاجة يا سناء طب والله لو انت بايتها في حضن بنتك سناء ايه خد يومك وبايتها في حضنك ما تقصريش بكاتيرها اله يا رب ما يكسرلك خاطر يا عصيلة يا بنت الاسور اصول فين ما تخلينيش اولع فيكي النهاردة جرابك لا مش عيد انا جاي يا حبيبتي عشان اتطمن عليك جاي عشان احضنك الولية وقفة تكسني بقالك قبلك احضنني يا ابتها احضنني يا ابتها انا كويزة والحمد لله الحمد لله ووليد كويز وجاه واستحمى ونام وانتي يلا روحي على بيتها هو الوقت تتأخر حد اجيلك بدر ان شاء الله مع السلامة سنتيني على زيزو مع السلامة يا حبيبتي وانتي ايه مش هتلامي النهاردة ما تتلامي يا بيت عبدالعزيز زيزو ايو باشا كنت عارف انك هتكلمني اه كنت مراهة نفس عليك اللي مراهة أنا عليك دايما كسبان يا باشا لا انا بكلمك من قلب شارعة بعزيزة نفسك بيجري يا باشا الجوكر الجديد بيقوش انا نسميه كده اه عشان عامل اللي مقدرش عليه روبي يلا خلي الجراية تكتب بقى ترد عننا اللي تكتب اه كانوا فاكرين منا يا نبشان يلا لا اما انا هعدى عليك بأمر الله باشا هعدى عليك يسيب لك شوية شكاة كده اه بدينا ليه لو مرزي يا باشا بدينا ليه بدينا ليه بدينا انت انت بدينا ليه ايوة ايوة باشا انا معايا يلا تكتب اه عدى عليك بديك شكاة سلام يا باشا عدى علي عدى علي عدى علي عدى بتاع ده اه خليه طبعا المبلول بقى يجي يشتغل معنا في الصينة لا مارزة معليش تليفون اه 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 انا طبعا مش هنفع اكلمك عشان انا في شغل دلوقتي لا لو قدرت اتعد علي انا هفهمك الفولة كلها ماشا معايا مع السلامة بص يا ست كولا وعندنا كمان في نفس الموبايل كده اه 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 يا برو اه انا سمعت المتكلم مين اللي عاوز يقزي زيزيزي ماهز امعلم دي حاجة بيني وبينه يعني ما صحش اسيب الزباين ولا هو يهمني زي ما يهمك بالزبط امعلم دي حاجة سر بيني وبينه يعني ما يصحش لماهز يعني عيب كده خلاص روح في ستين دايه انا هكلمه انا ماشا 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 ايه يا زيزيزي ايه اديت واربعين الف جنيه اما ده حقو ابتوا ليه بيرابك ده ناكسر رجله ازاي ده طب سيب لانا بس الموضوع ده سيبولي ماشي يا زيزيزي طب بقولك ايه انا هسيبك دلوقتي هكلمك بعدين يلا سلام بسلا حلو ياشر شابي ازاي بقولك انا خدتلك معاها من الدول بايه ايه وخلي بقى عاصم بيه يجهز ماشي وانا اعد عليك يلا سلام مع سلام ولا شافعي شافعي الوقت بلولنا عد ديوقات امر اه معلمة جنيه يا خوة ما خلاص صدناهم خلصتا وخدت فلوسك عاوز ايه لموازنة قلت حاجة معلم انت قد ماشه الرزيزو في كل حتة لياه وليه بترقبه انت عارف ان عنده ناس لو شورلوهم بس كده هيكلوك اكل وبعدين ممكن يتلككلك هيدخلك المعتقلات ومش هتخرج منها وانا مالك دا كله يا حاج ماليش فيز ياد خليك دخلي يالا في كلامك وانسا اللي سمعته من بواب العمارة ده زيزو خلاص اتجاوزها وبالتمراته يكشت حرقه بجاز وسخ فوق روس بعد مدام بعيد عن دقني انت قد مالك يالا ريحتك شياد كده من ساعة ما دخلت انا مكسوف اكلمك انت في حاجة جواك محروق او محرج عايزوا يديني محمول صيناكل ايش مش بسلامت ومالك الصينة ماشا هماشي هالا لو انها مش داخنة دماغي خلاص اجهز وتعالى وانا حديه ماشا مالي اجهز واجيلك اجهز واجيلك اجهز واجيلك حتومك من تنوي جيبها البرج يعني ايه انه العربات من الدخول مش فاه والمهندس ده مش طابع المخافز احنا هنهرب طيب ماشا سلام بقى انا هتصار سلام احطيلي الكارتونة دي انا بانو وانزل بقى هات الكارتونة التانى يلا هات اختها ايه يا عم انت هتخزنلي هنا كارتين ايه 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 معلش معاش مضطريني حاجة افهمة مجلواتها اشرحك 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 مانفعش كده يقد المكتب لسه بزاوته اسدن باشا اه يا رايز الحمدلله تمام بقولك يا رايز العربيات اللي ايه محملة حديد واسمنت اللي احنا هنبدي بهم قرية اللسان 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 اه منعنهم من الدخول عند باب المحافظة اه ما عرفش الظاهر ان اربان بدأت تلعب معانا بقى اه طيب ماشا بكلمني بقى انت اقولي اه ماشا الفضل الفضل اه طيب سلام يا باشا دلوقت الصلاة عالنبي اللي الصلاة والسلام ايه الشغل ده معالك فلوسلس يا وزوز طيب حاسب بقى الاحسان ايه؟ يتحسده يخسه طيب انت ابتوردش في البنك ايه؟ لا ما انا هقولك بقى احنا بنفتح من تمانية الصبح اتنين بالليل بنوبقى خلاص اتقتلنا فخلاص بربقى مش قادرين والنهارده الخميس وبكرة الجمعة البنك قافل فقلنا نجيب الفلوس هنا والنهارده ان شاء الله برضه هاجبلك الايراد بتاع النهارده كله يعني الشغل ماشي كويس حياة النبي مفضعة تصبولك ايه؟ عايزين بضعه على بكرة الضهر ما انا كلمتوهم هما يبعتوا بأمر الله اه احنا خزيننا في كل حتة في الورشة وفي المحل وكمان عند انديل حتى الريونات كلها حاولناها الباترين انتم بدرناها في الشارع الباترينة الواحدة بتعمل لها الف حتة اللهم اصلى على النبي عشان بس نمسك الخشب كمان؟ اه عايزين اتنين حراسة بسلاح يا جرع صلى على النبي وهي حرب اه حرب يا بيه بكري دلوقتي هو والتجار ده خلين عصيني ايه؟ احنا عايزين ناخد قش القفص ومتكل على الله بقولك ايه؟ طب من يا وليد اه برو ايه؟ ما انا كنت عايزة اتكلم معك المتين كتب استنى 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 مين؟ يا عالي 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 عالي؟ اه يا عالي ايه لا لا مفيش كرتنتين يا عم طب لما جيلك لما جيلك مسافة السكة مش هتاخر يا عم غلاص بقى بلسه ضاع يلا يلا سلام كنت بتقولي يا باشي كنا بنكلم على موضوع عليه دي يعني فانا بقولك اتكلم معك في الرواء انا احسن اخربت شيطانك صدق بالله نسيت اني متجاوزك اصلا نعم وحيت امك عواطف ما تتلمي يا بيت بدل ما امني ما تصبر يا وليا شوية اهي قاعدة جنبي اهي الله يسلمك انت جاي امت اصبري اصبر الحقني يا زيزو بتضربني يا زيزو اه يا زعري 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 الحقني يا زيزو منك انت التلفار يا زيزو والله نعم ده بعيدة عنها الحقني يا زيزو بتضربني يا زيزو بتضربني يا زيزو تصف المجانين دي ولا اي يا زيزو بتشتمني يا زيزو اهي كده على طول معزباني الحقه بدل ما منلها البني واغرعها فيه زراغوها عليك من باتل يا بنتي يا وليد طيب بص بقى يا رايز انا عايز اتنين بوديجاردات يكونوا مسلحين بسلاح مرخص اه يا العدالة لا انا ما يمنش الفلوس لا حرصات وزير ماش فل فل طيب ماش طيب مع السلام طيب فط طيب فط السلام عليكم ازاك يا حج ايه يا عم وليد بتهرب مني عشان ما شوفكش لا يا رب انا شكلة الركان تعرف ولا ايه زمان يا زيزو لما كنت بتعوزني كنت بتعرف تجبني ازاي وانا في في حياتي حد اغلى منك يا حمار انت ما شفتش لما خدوك حصل فيها ايه ده انا كنت اجنن يا اخي انا مش فهم بس تستفيد ايه لا مشي انا بس اللي هستفيد ده مصر كله هتستفيد اقولى بقى عشان انا عم كلمتني بس ما فاهمتنيش بالظبط انت عايز ايه بس الليان قريته ان انت اتضرت من ورايا باسا يا وليد انا حتوله عمري انا بس بدفعا texts ولما بتكلم عن التمن مش بتكلم عن الفلوس بس لا بتكلم على طفحة الدم والشقة والغولب في السوق بتكلم على المر بتكلم على رمتك بالليل وانت مظلوم وجازز على سنانك عشان مش عارف تجيب حقك واللي انت شفته وعشته عبدالعزيز هو اللي علمني معنى الحق عشان كده انا مش عايز حد تاني غيرك يحصله النفس اللي حصله ما تكلمنيش عن غيري كلمنا عن نفسي وانا من حق ارتاح وانا موقفتش ضد دراحتك عبدالعزيز بس انا برضو من حقي ادافة عن ناس المظلومة ياب نفهم انت محسوب علي واللي بتعمله في وشي انا منرشح نفسي المجلس الشعب والامن معلم علي بسببك معلم عليك ليه بقى ان شاء الله انا ما بعملش اي حاجة غلط لا بتعمل لما تضر اخوك اللي رب وقته بقى بتعمل وليد انا بدفع تمن اللي انت ماشي فيه ولو يرضيك اتوقع الله طلباتك يا حج تبطل حمقة الثوراجية دي او على قلة هد اللعب اليومين دول حد ما الانتخابات تعدي حاضر ويه كماني تتجاوز انا كنت جاي اصلا عشان اكلمك في الموضوع ده انا عايز ااخده وعرستك عندي انا حجاوزك بنت الدوري بيه خلاص يا عاصم بقى ما تشغلش بالك انا قلتلك حصحى معك بكري ومخصوص وحروح احضر معك كلهم هناك تلمزتي اربنا خليك لينا يا باشا ونتحرمش منك أبدا او بقى ده سر ان الواحد يحافظ على صدقته مع الناس يا حج يعني انا مثلا ما ريحتلك عشان زيزو احرجتني بس انا صبرت عليك عشان كنت عارف ان موقفك حساس قدام العساكر والمخبريين وعشان انت زي ابني ابني حبيبي انا اتلقى تفوق شربت شاي عند العقيد وعمري ما جبت له سيرة فاي موضوع خالص بتدر تسال زيزو ما هو بقى نسيبك قريت بقى يا عاصم تقرب منه عشان بقى مفيد جدا يا باشا والله كل الكلام اللي بتقوله حضرتك حكم وده احنا بنتعلم منه زيزو الكهرباء يا جماعة ده انتهى بقى شنو وقود قريت يا عاصم تقرب منه عشان تحتهس انه بنيادة مغير اللي في دماغك خالص ده اول واحد بدع محمود في شارع عبدعزيز تغير قرى السياحية بقى والاراضي حوالي المدن ربنا يزيد ويزيدك يا باشا طب يا باشا بعد اذنك بقى انا هامشى وهستانى تيفون حاجة بقى ان شاء الله عشان نروح مع بعض بتيالي نقوم احنا كمان بقى عشان صدعنا حضرتك النهارة سلام عليكم أعمر سلام يا باشا ناورتم شجيم شكرا شكرا إيه اللي انت بتقوله ده يا عبدالعزيز اللي انت بتقوله ده تنسى خالص أنا مش هسيب نسمة ايه ده كده يا وليد وتعني احسبها بالعقل عقل واحسبها بالعقل ليه ده حب ده مشاعر واق حسيس تصف تعرف ليه انت عن الحب لو انت عشان ما عادت تحت شجرة بكوبايتين لمونة تقول لي حب سلامات يا حب انت اللي تعرفي عن الحب ولا انت عشان فشلت في حبك وما طولتش اللي بتحبها عايزنا بقى نسخة منك وجاي دلوقتي بتتريع عليها على مشاعري انا بقى مالتريعش عليك انا باعلمها باعلمك اللي مفيش حد في الدنيا دي كلها ممكن يعلمه لك يعمل الحب قدام الجوع قدام نظرة الناس لك على انك ولا حاجة ازيزو انا غيرك ازيزو انا ظروفي غير ظروفك ظروفك دي انا اللي عملتها واينا لوان بقى الرد الجميل وعايزنا اردلك الجميل بان انا اتجوزها صح؟ انت ما تتجوزها انت يا اخي يا ابني ما لو كان ينفع كنت عملت انا كده لا انا بقولك على فكرة تانية بعد الانتخابات بقى يبقى طلق طلق او جاوز نسمى ما اتطلقهاش وتجاوز نسمى وعليها اتنين تانيين ايه؟ ومش خايف للدول يباشة بتاعك ايه زعل منك لما لقيني طلقت بنته؟ يا ابني دي متطلق قبل كده ربعين مرة وبوع مزعلش من حد انت مين؟ انت مش عبدالعزيز زعل خير ازاك يا وليد ازاك يا لبنا هنكمل موضوعنا في البيت بقى مبروك يا عبدالعز عالمكتب او عالجواز؟ انا جايس اعلك سؤال وهمش اول معرف رابطه فضل ليه؟ يعني بيتهقلبن انا حدا تخصني انا مش كده؟ احنا عاللف واندور على بعض؟ متحسستنش اني غلطت اني جتلك واندي كنت جاية ليه اساسا يعني؟ عشان فيه حتة جواية لست بتدور لك على عزر وانا عايزة سكتها قول اي عزر قول اي حاجة وانا حصدقك انا مش اكدب عليك يعني عارفة ساعة ما قابلتك وحسيت ان ما لقيت كيش لقيت حد تاني كل ما بص في عنيه ملاقيش حب لا ملاقي عاصم ما انت كنت عارف لما جيت قابلتاني؟ انا متجوزتش في السر يعني مش ذنب اني تجوزت عاصم وانت كنت السبب لا مو دلوقتي يعني احنا مش فوقتي ندور فيه على زنوب بعض خلاص انسيني انسيني زي ما انا نسيتك ولو عايز اني بقى اصحابي يعني او نبقى مع بعض تعالي اشتغلي معايا في البحث ايه رأيك؟ هي دي اخرتها عايزنا اشتغل عندك؟ الا اوه شغل عيب ما انا اشتغلت عند ابوك ازا ما بتسيز انا لسا بحب انا ليه حصل انك بتنتقب مني؟ ممكن تهدي شوية خلينا في المهمة انا ممكن افتحلك المكتبة الصيدلية ايه رأيك؟ تعملش زالة للصغيرة وتحاول يعني تثبتلي انك بقيت قوي وكبير وكده يعني انا مش مضطرة اثبتلك حاجة كده تماما مهم لحبة sometime اللي كان بتدور لك على سبب سيكت اتخلص نا مش موسيقى 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 ايه بابا راه اندى؟ انت قاعد هنا كلا وانا مستنيك فوق الشارع هدي وقلسو خطفكو والتعب على نفسي شوية طمش يلا بقى انا احضرلك عشوة من القلبك هين بقى سلين هطفي وقفل ماشي متأخرش علي ماشي يلا يا بابا ايس انا جبتلك الفطار والشاي بلبن كمان بابا يا بابا بطل دلع بقى يلا بابا 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 اتوكلوا الله وعايزة هتاول عبكرة بقصد اللي عد أحرق أهلك بجأس يلا هتاول يلا هتكرب عبيت جديد ومش التفق التفق طب هتبديش إيه أكتبك؟ يا جيدة هتفق على أهلك إيه أكتبك كل سنة وإنت طيب وناسبة السكرة السنوية للأبد عليك أنا بصراحة مش مصدق أني في زنتين عدوا بالسرعة والله يا عمرنا كل ممكن يا عادي وإحنا عاديين نتفرق كده ها ها كلامك ده برا حاجة أنا أفهمها كويس أنا بقل بش فهم بش فهمها إيه بالزبط نتيجة إقلابها مواجهة كده من أخلص ومين قالك أنه أنا عايز أخلص أنا كل الموضوع أنه أنا عندي ظروف وأنا من حقيقة أفهم إيه الظروف اللي أنا بدفع تمانها دي ممكن لو بتحبيني زي ما أنا ما بحبك ما متكلمش في الموضوع ده في الوقت أخوك بش موافقة على جوازنا شايفنا قالين من مستويكم صح؟ آه جينا بقى للكلام اللي لا يقدم ولا يأخر بص يا نسمة أنا بصراحة ما عنديش أي استعداد إن أنا هتكلم في الموضوع ده دلوقتي يا سلامة ومفروضة بتلقاتها سكتة كده سنتين عشرة وخلاص نسمة أنا مخلوق وزعلان ومش معيس أي حاجة وأنا يصعب علي يا زعلك بس أنا كمان لازم أفهم يعني أنا كمان ليه عمر فتراضي لازم في العمر ده أتجوز وأخلف ما ينفعش ضايع كل حاجة بقيت تتكلمي زي البنات اللي كلها همها الجوز والخلفة وبس ما هو أنا بنت عديا وأكيد كم الكتاب اللي أنا قريته ما حاولنيش للجبارة ولو أنت فاكر كده بصراحة أنا لازم أفوقك ده بس بس براحة علي أنا يا ساتي اتفعت مع عبدالعزيز إن أنا هنتجوز بس بعد الانتخابات هو ده كل الموضوع خلاص بطالي بقى قفش على عشوية ثانيا، دلوقتي هنا جات لي مئة سؤال انتخابات إيه؟ قال قتل الانتخابات في جوازنا ودين انت موتيليش الكلام ده ليه قبل كده؟ بالراحة واحدة واحدة عليها هفهمك كل حاجة البيت دي لزمها وارسة عشان تعرف هي بتلعب مع مين لا أعماليها نظيفة، مغير دم طب بقولك إيه؟ بقولك إيه؟ يا عم يسمع وديها عندها عمية رتيبة هناك في الجبل اه لا هناك، ده هناك هتتربى هيعلموها العجين والخبيز والتلدين اه لا، ما خلص بقى شغلنا وبعد كده تفرج والله يا العظيم يا عمي وحيات عدم التربة عندي هنا هم ما يتلم هخلصوا بأمر الله وبعدين أجيلك ماشي سلام كل حاجة وليها حل يا جماعة ما انت شايفهم صمم إزاي يا زيدان بيه؟ ما هو ما ينفعش برضو يا حاجة الله وإحنا أصغارين أنا وعدت أهلي والناس إن أخش الانتخابات يبقى لازم هتقلها ما هو الحاج حيتفق معاك ويدفع لك اللي صرفته يا زيزو وأنا مستعد يا بيه الله ينور عليك هدفع لك كل اللي صرفته وفي يقول لي يقوموا بيه الباشا ساحب بقى وكفايا عليك كده وبصراحة ربنا بقى أنت بتنام في المجلس وبتصحى ساعة التسقيف والناس زيبت سامع جلة الأدب بتاعك فازدان بيه؟ بالهداوة بالهداوة انتوا لو دخلت وصاد بعض كده الأصوات كلها هتكفتت خلاص يبقى اللي يختارون الناس حلال عليهم بص بقى أنا هجيب معاكم الآخر هدفع لك اتنين مليون جنيه كاش بس بعد ما تتنازل وتنسح برسمي يبقى بالني ساعة التصويت ولو فكرت تنسحب مالكش عندي جنيه مات الكلام يوه بقى يا أمه بقى يا بقى سريقة هتسمعنا بقى وعي بقى ما يصحش كده بقى بقى لي صح أنك تسني البيت وانا مش عارفة حاجة يا ساتي مخروش واي هروح عالفة شاحتنا القديمة يومين ومعا كده بقى رجع هادك وانا احكت يا يا خلاص بتكدب عالمك وانا تايع عالمك إذا كان احكوك مزعالك في حاجة قولي وانا قرسولك عرصة من بتوع زمان تقرسي مين يا أمه؟ زيزو كبر خلاص كبر وما بقاش ينفع معاه لا أرص ولا غيره يا ابني قولي بس حصل ايه؟ ما تتعبنيش أنا كبيرت على الحاجات دي هنعمل ليف موضوع جاوزي من الناس انتو مش اتفقتوا ان اخوك هيجاوزها لك بعد الانتخابات إيه اللي جد في كده؟ اللي جد يا أمه ان زيزو ما بقاش هايف قدامه اي حاجة غير مصالحه بس بعد لازم بقى البيت الغلبانة دي تفضل عدم استنية سنتين وبعدين هيعالم هيوافق ولا مش هيوافق مش ممكن تجيلوا مصلحة من المصالحة اللي بتجيله دي يعدي اللي جاوزي سنتين تانيين ولا يلغيهولي خالص آه قلتلي بقى انت روحت قبلتها بقى وماليدك بقيمتين على بيتك على اخوك اسمع يا حبيبي ما بيخربش بين الاخوات غير النسوان سنتي حرام عليك يا حرام ما تظلميهاش وما تظلمينيش انا كمان انا اللي حظلمها هو لا تظلمي ايه عامل اللي انت عايزك بس لو تجوز من ورا اخوك انا مش دقلالك بيت دي زيتي ما تخفيش انا مش هتجوز من وراك والله ما هتجوز من وراك انا هبعد بس تجنوبا لأي مشاكل ممكن تحصل وبعدين هبقى ربعة تانية هروح فيني يعني ما تخفيش قوي كده هو انا انا ايه غير كوب طيب طيب روح بطح لكي مني بحدي نفسه كمانية متر سلال ماما هو ايه الناس دي يا باشا مالع الناس دي يعني بالناس بلو الرجل الهوباي بتا ايه مش مهم ان انا اعرفت عليه بعد ايه مش مهم ان تبقى تفعلينك لا لا فيه مش مديني او انا صالح نظم شوية مش مهم مش دلوقتي الحاجات دي مش دلوقتي اه مالحق اول ان ايجي النجر عايزين ننهك مالا عطم نختفق قبل ما يخش لجنة التشاور بتاعت انا فيش لجنة التشاور ولا ايه حاجة زيزة بص اول ما قدمك ليه تسمعك تلو هتتكلم مفهوم مفهوم يا فعل مفهوم 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 ايه ده باشا ده ده صار ارقاو الميزان اليودي اتبش تزينه هات هو سابغي معاني الباشا بسال خير يا فان بسال نور يا حضرتك عبدالعزيز فضل معانيك اهلا عبدالعزيز ولا اقولك زيزو زي باية اهل الشارع اللي رايح ساتك يا باشا المحمول الصيني دمرنا يا فاندب يا معلي الباشا كده بيان علينا هنغير هنغير النشاط وهنقلب اللي باعين فشار يموkey فشار بيكسب برضو هاهاهاهاهاهاmont هههههههههههههههة اعادي صقيقيونا تلايموها بسهر الاوروبي علشان تقدروا تنفسهم تلايمه علاخر والله يا فاندب بس محتاجين توجهات ساعد يا معلي الباشا الباب اللي اتفتح للصيني على البحري ده محتاجين معاليك توضهوانا ولو شوية يا رأيك يا عبدالعزيز والله يا باشا سادتك يا رأيي عنه نحن نقفل على الصيني ونقفل على الأوروبي ونبدأ بقى فيه بلدنا ونصنع في بلدنا يا باشا نعتمد عليك في الحكاية دي سادتك قدي بس الدوق الأخضر لأنه وحنا نبدأ التصنيع على طول وداخل مقعد عمال وانت فئات من زمان رضلنا على الصيد ده شوية يا فانت البلد فيها قوانين ولا ويح لازم تتبع روح لعهدي وتكلم معه شكرا يا فانت شكرا يا باشا لا افضل تعالي عبدالعزيز عايزك تعالي سعيد جدا يا باشا ده سادتك خلاص انا اسفة قولي بنامت غالبنيش دج 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 يعني ايه بقى دج يعني كلب قولتها لك خمسين مرة دج يعني كلب سهل خلاص دي عرفتها قولي جمل هي مكتوبة قدامك عربي ولا انجليزي هي مرسومة قدامك عربي ولا انجليزي انا قولتها يكمل ما انا مجبسينة على الصروق والكلمة نفسها طب هو كلمة نفسها مكتوب انجليزي افتعني طيب خلاص طيب طيب كم ماء خلاص اسيبك بقى تكمل مذاكرتك واروح اناكت شوي على جدتك ها استاني انا استاني انا ارحمني خلاص متشكلة شكرا اروح شفت ايه حفيدك بيعمل فيه ايه ايه ده مالك الموحومة عادة قدامك قلت اتدامعيلك دامعي ايه هو النبي يا سناء بقى هالزريش لحسن انا اللي فاهم كافين مالك يا ماما في ايه اللي مزحالك احيالي حيتفرقوا يا سناء حيتفرقوا جلال التوخي جاني وكان ناقص يبكي بالدموع هتعمل ايه معاه؟ الناس هي اللي هتعمل معاليك وبعدين سيادتك اهنا الناس زهقت ومحتاجة تغيير نسيت ابركلك على شركة التسوق العقاري اللي انت عملتها من تسع شهور شغالة ولا بيتقابل عكوسات؟ ما فيش اي عكوسات ساعة الباشا طول ما حضرتك بتمنى علينا بالنصيحة ما فيش اي عكوسات الشركة وصاحب الشركة يا باشا ولو التوخي هم معاليك تبقى دموع وكمان غالي علينا احنا كمان محصلش احنا عايزين ناس حلوة للمرحلة اللي جاية عبد العزيز اصلي وتربيدي ما عليك مغم تسدفها وفاهم في كل حاجة عارفو يا زيدان عارفو انا مش هسيبك تعمل اللي في دماغك لانك عجبني واحنا متابعينك من زمان من اول صفقة الجزم وبودرة الملمين لحد المدن الجديدة سيبك من المجلس في الدورة دي لان انا عايزينك في حتة اهم ما تسرحش مقعدك موجود في الدورة اللي جاية بس حتبقى فئات وده وعد بس هنبعت القروبة بقى تعمل اتنين دكتوراه في تلات اربعة شهر وتيجي يعني سيادتك الطخ كده يعني خلاص هو اللي هينجح في الدورة دي ما قلتلك بقى انسى الماضي وفكر في كلامي تخف يعني ايه تنصح نعمل مع ايه سيادتك خد حقت بس خف ايدك عالراجل شغل المحمول ما بعش بريستيجك التسويك العقاري والبورصة اشيك بكتير عن اذنك ايه سرحان في ايه بقى اللي كنسى الماضي يلا تعالي يلا اه ايه ده ايه ده ايه ده انا فيه ده انت يا عم انت ايه يا بيه انت مين قراب تاني هنا ليه معلش يا عروسي ما فيش هنا خدمة خمس نجوم زي الاكان ده اللي خنتي صاحبها وقعدت تحفري تحتي لاجل ما تخري بحياته زيزو يا زيزو الحاني يا زيزو عجل خطري تعالي فكيني ايه زيزو مش هنا زعجي براحتك محدش هيسمعك خلاص خلاص انا مش هزعج مش هعمل صوت انا غلطانة واستهل اللي اجرالي بس عشان خطري فكيني ما تخفيش ما تخفيش هتباتي زيزو في التليفون وانا هتزاله بنفسه مش هشوف وش تاني مش هشوف وش تاني عشان خطري فكيه وش عادرة تنفس ما تخفيش هتباتي اللي لدي بس يعني قصاد اللي عملتيه لا لا عشو خطري مش هينفعه دينا لو عدت هنا هموت من خوف موتي براحتك وهنيدفنكي هنة تحتيكي طي وعمل ايه بس عشان تصدقيني هتبعدي هنة لحد ما عبدالعزيز يقول خلاص سمحتها ساعتها هنرجعوكي مطرح ما جاتي تتمسي بالخير يا حجة يا سيد يا حجة انا اخش مستقلة يا بشة زيزو احنا مش صح ان احنا ناخد قرار خطير وكبير بالشكل ده ومخينا سخل واحنا مرفعالين وها برضو مش ماقول يا بشة اصرف المصرف دي كلها واعمل دعا قدامها لدارتي وفي الاخر هنسح الفجأة عشان البيه روح يعط لصاحبك يا سيدي ومين قالك ان احنا هنعمل كده اصلا انت بتعمل ايه؟ بتدفى السجارة فواحة ايه يا سيزو اه دي فواحة اه طبعا دي فواحة ايه يا عبدالعزيز يعني دي مش طفاية؟ لأ طبعا مش طفاية شيل شيل بس انا بقالي بدي عطا اربع شور باطفي فيها شيل كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول ان انت هتنزل مستقل وانا متأكد ان انت هتكسب بس انت موافق تخسر صاحبك؟ طب انت بس قولي ايه اللي مزعلك في كلامه؟ الراجل ده بيخوفني يا اما مش نويله على خير ازاي بقى وهو هيالك مقعدك محجوز الدورة اللي جاية وفقات وده وعدة مني شو هو الايه الكلام ده؟ فقات ها فقات دكتورة من اوروبا في ثلاث شهور الراجل ده بيتطرق عليها عشان ما كاملش الدبلوم ما حصلش في لعبة السياسة في ناس كتيرة جدا عندهم شهادات دكتورة بنفس الطريقة دي يا زيزو بص يا بشا الموضوع كده شكل الله يبشر بخير عبد العزيز احنا مش حنادر نخسر الراجل ده وعدين هو تلاقيه رمالك حتة تسيبك من المجلس دي عشان يمتحنك يعني اختبار عايش شوف حتتصرف ازاي؟ رد فعلك ايه؟ هتسمع الكلام ولا لأ؟ انا هيلك بعد انتخابات الرئاسة اللي جاية البلد حتتغير وعايزين الناس اللي زيك افهم بقى عايز يا سناء الله ما انت عمالها ترن ترن طلعت عين اهلي طب ما يمشي واحر الله برح برح سلام بص يا بشا كان ايه بقى نشرب عليه ميا انت بتسعق ايه ليد الوادي مخنوق مخنوق انا لأ روء عزيزو عشان نعرف نتكلم بصراحة بشا راجل ده شكله غريب كده مش هناخد منه حاجة ده زي بخشنبه يا بشا راجل هقرب لأ وانت السادق ده مربط الفرس مش انت اللي ايه لي اللي تلعبوا كسبوا لأ وما نقولت ايه انا قولت ان تكسبوا لعبوا ايه اللي تكسبوا لعبوا انا بقى هطلعك كسبان وغيرت الانسحاب الخسرانة دي ايه رايك ٧ slick Chain ٧ ٧ ٧ اشتركوا في القناة ازايك يا حبيبي اعمل انت انا بقى جايبلك المكرونة بالبشامل اللي انت بتحطها يعني ما عدتش بتعد علي في المعرض ولا حاجة عاصم حتى تسلم على بوك سنة كويسة ياه هقل ما فيها بتسأل علي بالتليفون حتى عاصم انا عايزك تفدي نفسك بكرة يا حبيبي عشان هنروح مشوار مهم مشوار ايه ام الجاسيدي جايبالك عروسة بتقول عليها بنت ناسوة محترمة حتى اقللك وان انا عايزك جاوز حالك وعيشتك يا عاصم هم اللي قالولنا انا يا ابني انا محتاجة اشيل ضناك قبل ما موت لا لا يا ابا ما تقولش كده يا ابا ام انا مغيرك يا موت بعد الشرع عليك يا حبيبي ربنا يخليكوا لي محرمش من دخلتكوا علي أبدا انا يا ابني مش هتقل عليك مش هقولك شوف بس انا حايز اشوفك برضو بتجوز ومتاح يا ابني انا عايزني اتجوز واحدة تانية ووصدمها معايا مش كفاءة لوبنا يا حق رضا منطها وجرحت مرمط شرفها هي هي كويسة هي هي عندك امل يعني انه ترجعلك تاني ولا حاجة؟ لا ما عديش اعمل يا ابا ما عديش اعمل يا حق انا انا بحاول انسان انا انا بقوم ان انتعبين انا بعمل هو عاصم مالوي حاج عاصم هي ضرب مخدراتي حاجة يا مستي هي حصلت طب واحدة هنسكت. لا طبعا مش هنسكت. بس لازم اشوف الصرفه فالهباب اللي وصل معه ذو ده. يا ايو. طيب مال. بس يا ابا حلالة. يا جدا هو. اهو. اهو. قولي يا عابل. اهوين يا عم اهونا اللي كل ما تقابلنا بيه ديت ما تشتري لك مروحة من شارع اب عزيز. ما بقاش قلبك حمي زي الفلفل لسوت كده ببتقك بروق وبهوه هو بس من ريحته كده بعسل لوحده اه معسل لوحده يا خير فيها بترعش عن حدر يا للمعسل انخلاطها حلو فلوسك خلصت ورجعت للبعسل لوحده اثر يا معسل انت هو انا يا خلق داي اسمع معلم بهلول انا عايزين نالسة اللي فات ونعدل الجمجمة اطلع بالحشيشة بكره الحشيش معاك الشبروت هتحور ولا ايه ما انا ازرفه لك قبل اللجنة يا عم انت ابقتش مبكتش فيه لجنة واحنا جايد الكلام ده كان انبارح انا بقايا حتة ابن انبارح بده قبل اللجنة مش عايز زفتي مش عايز زفتي ما اتطلعش بص بقى اسمع احنا جاينلك في مصلحة لزم اقشر بتغير بقى بتجيب سريت مراتك اللي هي كانت طلقتك اللي هي بقت مرات زيزو ومفيش جوزين يا ماما خلاص يا ماما عايزينك تساعدنا في انتخابات الباشا اه الباشا ده اللي هو زيزو والخبسة دول وعليهم خمسة بو تسعتاشر انا ابجك وقتي بس الباشا انجح الباشا بتاعكو ده مش هانجح خلاص بقى ايد بتقرأ الكاف بقرأ الكاف وبقرأ الطالع كمان او عاطف تكروا ان زيزو بتاعكو ده يقدر يوصل لبعيد ده كل خطوة بيخطيها بيحفر شبر من قبره طب فوقك من خطبة القبر دي وتركز بعدها على فكرة بقى زيزو فلع زي ما انت شايف هقول قرش بقى بيجري في ادينا والناس بتمشي تشاور علينا وتقول هم دول السنتو ابو حسا مالينا كراويا كراويا بقى عشان بس انتو رديدو تبقوا عبيدو بقولكو ايه قنستو يا خدمين الباشا يلا يلا بتقرأ من اللحزة دي من اللحزة دي من الدقيعة دي من الدقيعة دي انت من طريق واحدة من الاخوة الاعداء السلامة يا اخوة اعداء خلاصتوا رؤوني بتاعيبكو يلا يلا بسلامة يا حبيبي يا عام متوكل على اللابة ياه بسلامة يا حبيبي بس اعرف طريق من اليابنا عبد الرحيم عشان اوصل لك يعني ايه تنسحب من الانتخابات دي احنا لحد الوقت يصار فينا مفيش حل تاني طب ما تخش مستقل كمل اول يا حبيبي لكن دلوقت المصالح توقف اسمع قيات انا عايزك تمشي الدعاء الانتخابية ع الشعرة عشرة على عشرة تعلق بسطرات وتتبح دباح وتأكل الناس ايه 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 . وليه هنصرف بدا كله وطول مع خانسحwe تحنسحب عشانا القمجة عتفوت مع الطوخ دماغه تليل هو عرض عليك بطولت میدفعلك وتنسحب عرضت yepPL wall والله اتين مليون مش واحش بس هم او ما نصرفش ولا مليهم تاني لا بس انا في دماغ حاجة تانية اهم vai احنا جوزنا النهارده عارفة؟ لا عارفة أحنا الفى the work بردو ده مأذون وشهود واللاسلم أسبوع احنا ما نضيعش وقت يا أولاد المجانين لا بقولك يا احترمني قدام المدام فعلي قاعد يا ماري بصراحة انا مقدرتش اقامه محنية وصدق كلامه وبعدان اياد بالنسباني فرصة ما تتعواتش والله العظيم انت الملاك اللي ربنا بعته لي زبالة انتو عيال زبالة يعني حتى كلام الحب مش جايب معاك يا عم ام هزة طولك وام اعمل اتنين لام اون يلا الله اخيرا بقى في حاجة اتفرح في الدنيا قبل ما اتفرح كده لعبد الرحيم يا رب ان شاء الله بس بقولك انا مش هسمحلك تسكن انت والبت في المخروبة بتاعتك دي لا احنا عاملين حسابنا هنجيلك عشان ناخد شاقة او هندفع فوري كمان لا من غير ما تقول يا اخوي عيبة لقلت انا بتدفع عيب انت حبيبي يعني مش كنا جبن امك تيجي تفكة عن نفسها شوية بدل الكآبة اللي هي معايشة روحها فيها من يوم اخوك مش وصاب لنا البيت تفضل بقى من موضوع وليد ده خلنا نشمش ويتهوى هوى وانت يا اخويا يوما خرجتني يعني تجبني في المكان العظيم ده خير ناقح عليك في ايه افهمك بعدين اتفضل يا سعب رحيم ايه كده يا عم دور بقى الله يا محد علمك اللاماضة وطولة لسان غير مرات ابوك يا دميلا علي يا واد انا شويتون حم الشام والنبي ابني هنا وكتر الشطة يا عم على ايني يا غالي قولي بقى شمعنى المكان ده بيفكرك بمينة بيفكرني باغلى الناس ابوه يا الله يا رحمه ايه دا؟ اموتك ابو هم بلقطفوني من عالشجرة يا حمار انت طبعا ليه يا ابو سبحان الله سألت ابوها نفس السؤال في نفس المكان وجاوب نفس الاجابة امال فين ابوك؟ ابويا ومامتك راحوا عند ربنا وفين ربنا ده؟ شوف بقى سيدي ربنا موجود في كل مكان وشايف كل الناس بس مكانه فوق في السماء يعني اماما دلوقتي في السماء عليك نور امالين دي؟ انا الاول اللي هتاكلت من كل حتا انا اللي هقطعك حتا طعونا هنا نا طعونا نا طعونا نا طعونا ربنا خليك سنة يا بركة يجب؟ اوه طيب او عطوع ربنا خليك الهانة والباس صغير بس انا محيش خدك يا استاذ علال عليك الله خليك مش كلينا دي عارف ده اسمه ايه؟ عارف ده اسمه ايه؟ همشي شيء طبعا ملك زيزو يساهم في ايه يا اخويا؟ لا انا تمام متش حاجة طيب تحب نمشي من هنا؟ اصلي حاسس اننا لو بصيت في اي مكان هيطلع لابويه يا عارف ده منزلنا عملوش الوقت بتاعة العربية طالما ما حبيتوش تبقى بشرة خير وهتطلع من ايه ابوه؟ ومالو ابوه؟ سيد الرجالة كلهم زيزو همو انا هخلف انت ياخذ نعم يا اختي ده انت عاملة زيه العربية اللي معمولها عمرة ولسه في التاليين تخلي في ده ايه؟ ليه يا اخويا؟ همو انا ناصة ايد ولا رجلي؟ همو انا كل ما هفتح معاك الموضوع ده تقفلوا معايا بالطريقة دي؟ ما تطلعيش عين امي يا رجل همو انا بقول لك اكسيني ده انا بقول لك عايز اخلف منك نفسي فود متشرط زي الوجه يجي يتخاوى معاه هو تخلم تتخنوا اتفضلوا وقدامع البيت عبدالعزيز خير يا امو عبدالعزيز انا زعلانة منك وعدب عليك عشان قصة وليك مش كده؟ لا عشان كنت فاكرة لما امرتك تكلمك وتقول لك اخوك ساب البيت تقوم تسيب اللي في ايدك وتجري تشوف اخوك والد ما بقى الصغير يا امو هو حر وعد ام الاخر بقى ابنك عايز يلو ادراعي عشان يعمل اللي في دماغه وليه انت شايفها كده؟ ليه ما شفتاش ان اخوك زعلانة عشان البنت اللي انت عايز تحرمه منك؟ قولي لي يا امو انا عمري قصرت معاكو في حاجة لا يا حبيبي عمري طب لما اطلب من حد فيكو حاجة ومستخسرها فيا لو الحاجة دي عناي قديها لك وانا مبسوطة اللي امال ابنك مش عايز يطوعني ليه بقى؟ لا يا حبيبي لو عايز عناي عشان تشوفت فيها ماستخسرهاش فيك لو عايز عناي عشان اشوف بعين واحدة تبقى بتحبش امك عايزة ايه يا امو؟ عايزة ما ندخلش الشيطان بيه وتفضل اخوات تحبه بعد ماشي وكرا الصح هسيبلك مئة الف جنيت الدهالو وتروح تختبولي البيت اللي هو عايزها بس اعملها حسابك انا مش راضي لا يا حبيبي الحزبة مش حزبة فلوس يابني انا قلت اللي عندي يا امو اصبع على خير اللومة انا ويا عاصم عايزة تكلم معاك لو سمحت تتكلم معاي هنا؟ ازاي متحبني? من فضلك انشي. انا مش وساد اتكلم معك. ارجوكي. انا في ظرف محتاج جنبي قوي. من فضلك. فيش كلام بنا ممكن يتقل دينا. انا فكرت في كل اللي حصل بنا. لقيت دي مش قادل. من فضلك. كيفية بقى? انا عارف ان معيتي الشغل بتاعتك بتخلص دلوقتي. انت كمين عارفت تفاصيل شغلي? انا مش مصدها انت بترقبني ولا ايه? انت عايز مني ايه? طب هنتكلم ازاي بس والت عصبية كده. يبقى اتكلم انا. حضرتك جاية تراديني بكلمتين. مش كده? انا اتوقفت عالشغل. تحقيق والنهاب اه. بس كل ده مش مهم. مهم انت. انا محتاج جنبي قوي. حتى لو علي انك تفكري. والله العظيم بقى تغير. خلصت كلامك? احنا الاتنين بقينا ناس تنيني يا عاصب. مش انا الست اللي انت اتجاوز ده. ولا انت الراجل ده. خلص. بقينا ناس تنيني. انساني بقى. يعني ايه? ما نفعش حتى نحاول تاني? انا مستحيل افرض في حريتي تاني لاي حد ما اهما كان. ولا حتى عبدالعزيز. يا دي عبدالعزيز. ممكن اسألك سؤاله ترد علي? ايه عكس الحب? كور? لأ. عكس الحب ولا حاجة. عشان انت لو بتكره. هتكون لسه مرتبط باللي انت بتحبه. في مشاعر جواك نحيده. لكن عكس الحب ولا حاجة. بيبقى اللي قدامك ده هوى. انت فاهم? مش اصدقك. لسه مش عارف. حس انك لسه بتحبي. تخيل ان انتوا اللي تنين زي بعض بالزبط. نفس القنانية والقصوة وحب التملوك. بالقبشى من كده القناعة الكذاب اللي بتدارو بيه الوحش اللي جواكو. سيبهني في حالي بقى. هو ده الدكتور. اللي شفناه انا وانت في البرنامج بتاع التلفزيون. يما ما نعرفه. بس في التلفزيون بيقعد يقول كلام. واما جاعد قدامه ويقعد يقولي في كلام تاني. ده حتى الادواء اللي هو كتبها لي. ولا طلعت منشطاته ولا بتاعت خالفه. ده طلح في تامين يما. خلاص. مش مرياحك نروح لدكتور غيره. لقى بقى هي شغل انا ولا ايه. وقى لقى مش فاهم انا يعني. بقولك ايه شسكوت ينتي. اذا كان عبدالعزيز خليه جي وصى لنا. حاضر ايوة حبيبي ازيك. لا دي ماما جنبي بتسلم عليك. نزل مع انت وراحوا يشتري شوية حاجات. لا زمانهم جايين. حاضر حاضر مع السلامة. انا ببدب عليك يا اما. زيزو مش عايزني يخلف. وانت سمعت الكلام. يا خايبة يا عبيطة. بعد كل ده عايز العيل الصغير ابنه يشيل الشلة كلها. نفس افهم. مش عايز يخلف منك ليه يا بنت الشرشابي. مش عارفة يا اما ما هو ده اللي حيجنني. مرة يقولي اصلي متعقد وخايف احسن تفتصي وتموتي وانت بيجيبيلي العيل. ومرة يقولي انه مش جاهز. انا مش فيها ما هيجهز ايه افطر من اللي هو جاهزه ده. دبسيه يا موكوسة. دبسيه. بيت. انت مركبة شريط. ايوة. يا لهوي يا لهوي يا لهوي. لازم نروح للدكتور تشيل الشريط دك وتحبالي. طيب وفريدي زيزو الزاحل. ولا فريدي يحكم رأيي ان انا نزل لبابي. ولا فريدي انه طلقني وروحت في ستين جاهل. ايوة. طول ما انت خايفة منه. وقاعدة تحت نجليه. هيعمل كده. طول ما انت خايفة لا يطلقك هيعمل كده. يا بيت. يا بيت تسمع كلامي وعمل لي اللي بقولك عليه. من غير ما اقوله. اه يا عبيطة يا بنت طلعبيطة. انا مش فاهم يا باش عايزي وارا غريبة دي. مش عبو ناسب برضه بحلول ولا ايه. انا كان عايشه مالح. كنت. وكنت فعلا ماضي منصوب الفتحة. الفتحة دي ايه بقى. انا عايز التركز معايا. هات من الاخر يا باشا طلبتك ايه. فضت تسرق الحاج وتدي لمراتك. لحدها ما بقوا خمسة وستين الف. وجي هو بقى خدها بفلوسها. بس الحق انت طلعت ذكر. خدت فلوسك. وما خلص ولا لسه. بح. خلصه خلصه خلاص. بس انا ما خدتش فلوسي كلها. انا فضيلي خمسة وعشرين الف. طب مش توك كده. عايزهم. يا ريت يا باشا بس ازاي. من غير بس. لو طلعت تبقى كفاءة ومطقطة ورد سجون بجد. هتاخدهم. وتاخد فيهم مكافأة كمان. كفاءة ومطقطة في ايه يا حكم دار. انا حاسس بيه كبهلول. انت لو كنت عايز فلوس كنت طلطها. لكن انت بقى نار غير واكلة قلبك. بس الدنيا بدياني ضعراها. وطلها زي عرضها. ما بقيتش تفرق يا باشا. فكر ورد علي. افكر يا باشا. بس افكر في ايه. الانتخابات بخناقاتها ودوشيتها قربت. وده مولد. لو فاتك بقى يا شيخ بهلول يبقى كل مولد وده طيب. اه. بابا 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 بابا. ازاي كفاءة احنا الله. افتني. انت كمان. افتني. ايه يا راك يا جاني نتبقى في الحاجات كلينا انا جبتاها لديك. حلو. بس. افتحني. يا جرى اعتمد على نفسك اللي بقى انت بقيت راجل كبير اهو. وانا كمان في حاجات كبه وشوكولاتات. ازايك يا سناء. كويس الحمد الله. امي فيه. مع وليد في الشقة القديم. امي. احضر لك الأكل ولكلتي برّة. بيه يا سناء قل بوشك لين من ساعة مشوفتك القاسي مفيش مفيش اوان هتوقع عنك حاكم النسوان دي مجانين وانت بقى اجنهم زهيقتي يا زيزو والله العظيم زهيقتي زهيقتي من ايه ناقصك ايه بقى ان شاء الله ناقصني يبقى ام نفسي فعيل نسي فاخر عبدالرحيم ولا ده مش من حقي احنا مش اتفقنا ناقل الكلام في المواضع دي اتفقنا ولا ما اتفقناش اتفقنا وقلت حاضر وحاضر بس ممكن تقولي لغاية امتى ممكن تعرفني الحجة ايدي الوقتي اوه 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 جاي عليها حدور عشل عليها انا خلاص يا سناء ما بقيتش في حماك يا بنتي طلق ايه ده اللي انت عايزة تطلق ايه لو سمحتي يوم اتنفيذ اللي انا طلبته من سوكات طب افهم الاول انت زعلانة من زيزو يعني زيزو مزحالك في حاجة وليلي وانا اتصرف يا بنتي مفيش زعل طب لما هو مفيش زعل يبقى لاز بيته ايه اتطلق اطلعي لابويا وقاليله ان هو يطلقني من زيزو النهاردة انت جنانت يا راسي انا خلاص ما بقيتش مستحملاتي يا شرشان دعنا اتصرف يا بنتي خلاص حتجناني هيقفل انت بقى ايو حيني افتحي افتحي يا سناء افتح انا مش ناصق افهمولي بس طلق ايه اللي انت بتكلمي فيه افتحي يا سناء انا تكلمت لحاج عواطف وزمانها جاي وحجيبه معاها قولي اللي هم يجيبوا المقزون معاهم علشان يطلقني ويمشي على طول مقزون ايه بس وطلق ايه فاهمين يا سناء فاهمين يا بنتي انا مش فاهم افتحي يا جريح حاج نعم والله ما بقيت عارف اي حاج تعالي شو في البنتك جميلة راسي افتحي يا بنتي افتحي يا دنايم افتحي يا سناء انا عملتلك حاجة جوزك عمل فيك حاجة يا حبيبت شو بنتي علي اكسر البقية حاجة بنتك جميلة راسي يا خيب لا تعمل في نفسها حاجة ايه يا جماعة سكو جاي باخر الشهر تعالي افتحي مش هدي تبقى اكسر البقى زيزي اكسر البقى زيزي سناء راح يا سناء يلا عالبيت لو سمحت اتطلقني من سكات من غير شوشرة انت جننتي بس بس خلاء خلاء تعالي تعالي اتكلم برا زيزي حصليني يا بنتي تعالي يا بنتي اسمع كلام جوزك وبلاش فضايح حلي مشاكلت في بيتك وبابك مقفول عليك الكلام ده مظبوط اسمعي شرشابي خلي الراجل اخد مراته ويمشي انا مش عايزة امطيبة طاية هن لو بيتك مش حشاني انا حعروشين نفسي كواز قوي بس مش حد يمشي من هنا انا مفهم بالزبط ايه الحكاية او ايه سبب الزعل وفي ايه؟ فيني زهد اقرفت اضهد فيني البيبش عايزة يخلف من الخدامة اللي انتو باليتو بيها ما هو انت برضو ملكش حقي يا عبدالعزيز تحرم المن الخلفة حرم عليك ده حقها يا اخ جرائية نعم ما تقادي يقت شوية انا برضو انا مش عايزة كلام كتير بيتي وانا حر فيها مشي بالطرق اللي تعجبني يا عبدالعزيز تانسيت نفسك ولا ايه يا ابني داخل الشمال وانا سكيت لك او هتكون فاهم ان البدلة والعربية والفلوس هتغيرك يا سا عبدالعزيز لا هتفضل طول عمرك زيزو وانا هفضل طول عمر الشرشاب الكبير فاهمي يعني ايه الكبير؟ عيب يا عبدالعزيز اللي ملوش كبير بيشتريولو كبير يا ابني ما فيش كبير اغلط يا معلم وبعدل انا موارزة بنتك دي يعني انا مش اخدها بنت ابنودة اشان تتفرد بتتني على ايه تاحمد ربنا ان انا تجاوزتها اصلا وشيلت الشيلة هاب يا عبدالعزيز مش كده احترمني حتى لو لان انت في بيتي كان بقالي مع بتصرف تاني خالص سيبوا يا ابا احسن يمكن الكلمتين دول كانوا طبقين على نفسه اهو خرجهم مرتاح اصلي يا حرام واخد واحد اخرج بيت كسر وعايز يكمل عليها ويكسرها اكتر انت انسيت نفسك وانا اللي غلطت انا اللي حصلح الغلط ده والعلمك انا اللي بيش عرفت ليش اني اغالف من واحد زيك انت طالق يا زناق عبدالعزيز 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 يا زيزو يا زيزو مش وقته النوم حنجحت في الانتخابات نجحت في الانتخابات كويس يا زيزو يا زيزو بقولك ان نجحت في الانتخابات طيب كمان الحمد لله يا ابني بقيت مرشح الشعب نجحت يا عبدالعزيز زيزو تحت الوبة هبه 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 زيزو تحت الوبة هبه 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 زيزو تحت الوبة معلم زيزو. ناس دي غلتوا في حقنا تلات مرات. واحد دي بنوا واحد عرفو النتجة كب كب وبيبناغوا داس. اتنين اتنين جوم هنا يقولولك وياكلوا عملنا حالوة النجاح. تلاتة. تلاتة بتشعرفها دي. قولينا هما غلتوا نزل الجحش الانت شاينو نزل الجحش الانت شاينو نزل الجحش الانت انزل يا جحش بيقولك انزل يا والدور يعمل ايه والدور يسئل طبعا اه طبعا يا اخ البلا دي فيها حاجة غريبة اللي يفتكر انه حطها في جيبه يبقى غلطان هو هتاكل علينا الحلاوة مع المزيزو والنفحات بتاعتك قديك سايف احنا بتساعت بدي عند انتخبات ومتصبها بدي الزرد عامل ازاي؟ نفحاتكو هادي متقلاقوش يعني هنقضي ليلة زي الفل ونسهر سعر صباحي ها؟ ان شو الله تمام بايا بايا يلا هبا 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 زيزو تحت القوبة هبا 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 زيزو تحت القوبة يلا 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 روح انت هاندور روح على البيت هتوفرح امك ماشي انت هاخدك بوز دول واسبقنا على الشارع طيب يلا هنستنك ما تأخرش ها؟ يلا موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المترجم للإمكان. المترجم للإمكان. يواريكاً. أفندي مساعدتك كل اللي عايزينهم ينجحوا نجحوا وكل اللي مش عايزينهم سقطوا عبدالعزيز نجح زي ما ساعدتك أمرت لا قد دوري سقط لأن بقى دمه تقيل أقمر ساعدتك أفندي فيك الخير يا سماء قصير يا بنت قصور أبع ما زحقتيني طيب يا عم كنت وحسني عبدالعزين برضو اللي وحشت يا بيت تطلع من دول والله هم دول بكين كنين كن مش خميين اللي عايزي أقلي موسيقى زيزو زيزو أصحى زيزو ملات أبوك بارك زيزو زيزو عمي زيزو أمي علم ملات أبوك بارك ملات أبوك مين ياه سنة 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 موسيقى 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 عبد الرحيم تعال نلعب اللعب جوه حديثي خير عايزه إيسانا أنا أنا مش عايزة حاجة أنا جاية تطمن على عبد الرحيم وأقول لكم مبروك الله يبارك فيك سيعني مكانش له لزوم هو إيه اللي مالوش لازمة؟ أني لسه بحبك أنت وعبد الرحيم ومش قادرة نساكه أنت عارفة بقى أن كلام السيمة ده ما يكونش معايا وبعدين أنت اللي طلبت الطلاقة أنا مستكيش وإنت ما صدقت ورمتني بطول دراعك هو لعب عيال لما أنت مش عايزة تطلاقة بتطلبيه ليه؟ بتدل عليك كان نفسي لما أقول لك طلقني تقول لي مش هقدر أستغنى عنه أنا مفيش حد ما قدرش أستغنى عنه ويريت بقى تشوفي حياتك ودنياتك صدى أنا كنت عارفة وعشان كده طلبت الطلاقة إيه بقى اللي كنت عارفة إن شاء الله؟ عارفة أني مجرد رفق هزار تسليه وساعة الجد هترميني بالزبط زي ما عملت أنت مجنونة عمرك ما شلت مسئولية مجنونة بيك وعلى شانك ما عادش ينفع سليه لا ترى خلاص طلع من المحطة تفضل معلك يا فضل أهلا 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 يا باش معقولة طب بساتك كنت تقول إنك جاي تفضل يا فضل فضل تفضل يا فضل تفضل يا فضل انا عارف ان انت في مكتبك وبعدين عاوز تعرف ليه ان انا جاي لك علشان تعمل لي زفة زي الزفة التي تعملت لك في شرق عبدالعزيز فرحان يا باشا وربنا فرحان تشغل بيه ستك على الريح مظبط انت نفسك يا باشا على طب واحد قهوة الريحة وواحد نسكا فيه يلا بسرعة يا دين المكتب بتاعك حلو قوي عشبطان يا باشا ما يغلاش عليك ألفهولك في مندين هبعتلك واحد اخوه اقمر بس انت باشا نصح يا زيزو هاستضحك علي بمكتب باشا هنقدر اضحك لك ده معليك ضحك ع الدنيا كلها حبيت تجاملني شتمتني يا زيزو عشا لله يا باشا انا قصلي يعني ان اللهم صال على النبي معليك زاكي قوي انا عارف كمان ان انت زاكي انت فاهم انت نجحت في الانتخابات ليه يا زيزو عشان سيادتك راضي عني يا باشا تعجبني بس في ناس تانية مهمين جدا مهتمين بيك برضو مدام انت خدت كده تبقى فهمت ما انا كنت ناوي يعني جلسيات تكاملة استمرت الحزب تاني لا انا عايز اكبر مقاتل معارض شرس بشكلك المصري قوي ده عارض ملك الدولة الدولة مش عايزة تدهالو غلط دي حتى الدولة تاخد على اخطرها باشا سابع مع انه صاحبك مفيش صاحب في القرط افندي وبعدين النهاردة المصلحة هي الصاحب وانا مصلحتك يا زيزو في حاجة كمان عايزة نبيعك ليها طب خف ايدك عن شارع عبدالعزيز سيبي الناس تكو العيش بسيطة نحن عايزة تدامي وانا مستمر كيفيرOs بسيطة اتتتتت افندي افندي اتتتت اتتتت اللهي بعجل وبعدين مش واخدة بالك ان انا اتحسنت بالليبوني انا اتغيرت طبت خلاص بقيت بخسل واخلي بالجاموسة يا جاموسة وبقيت بخسل في التشت وارتب واطبخ وامل كل حاجة وانت مش واخدة بالك واخلي ايه يا ربا ايه ما تردي علي بطل يا حديث لجل ما نخلص والخبيث قبل الليل دي حاجة شائلة خالصة والدخوري يعملها اي عيل من احيالنا في الصعيد بقى انت كده ما قردش اللي انا قلته عنه انا فهم دي تذكرت السيمة اللي عيدخلوك بيها بلكون مش صالح ايوة كده انا عاش شو هتفترق عاز الضرب يبقى جامد ومحمل بس مفيش دم طب ايدي تنضمن ازاي دي؟ تنضمن بانك تهجم عليه على طول يصحوا لقوا فوق رأسهم قبل ما يستعملوا السلاح بتاعهم انا اطلب غدا لا وراني شغل كتير في براك فيصل ولازم ان نخلص في المعاد يبقى متخلص انت بعد علينا بالإذن الله يخليك يا عمي مع السلامة بغروك على مصلحة فيصل كل منخيرك يا والدخوري ربنا يخليك ما تنساش البيت طرقان اللي في البلد دي خلى لا هذا اه هي كده قضة تمود ده ما تقلقش سلام عليكم السلام عليكم راجع نفسك وبطل حنيت قلبك دي يا زيزو اللي تشوفه بس وحاج ربنا كانت مؤنساني وبتسعيدني في شغل الدوار اللي بقى كلي ما اقولك كلمة واحدة بس اهي معاك اهي وقلبها بيفط من الفرحة خدي زيزو ماي لابلي بابي بشوف يا بابي انا قسفة جدا معلش تسامحني انا قسفة والله طبطب مش هعمل كده تاني انت قلبك طيب او بجد يا زيزو شكتشكت اي لا 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 لعايزي اشكت ولا اي حاج انا بس كلال اعايزة من هنا امشي وماجيش هنا تاني ومش هشوفك الي انت في اي حتة خالص خالص ولا افلام ولا مسلسلات انت قلبك طيب او ربنا يخليك لي يا ولاد افلي دي خده انبي انتي رتيبة معاك شير ايوه افهمت عليك بسلام انت يا ولدي امشي 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 اختي 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 بلك لو كان عجينك مش خمران ولا حركتي رغيف الفرن رغيف ايه بس اللي يتحرق يا حجر اتيبة بودا فاير انتي مس واه ولا النار وحشوفي مني احلى خبيس يلا يلا بسرحة بص بقى يصلا عايزك تعمللي فاتورة كبيرة عشان انا رفتشوف اللون انا يا دكتور بلا يخلك ايوه انا اللي وبنا مين مازل ازاك يا مازل تلسه فاكرني بابا تعيش انتي عازمني على عشان حاجة مهمة قوي للدرجازي لا لا مفيش مانة خلاص اوكي مع السلامة بسا يا بحلالة ايه بحلالة هلوقوا تخلصوا على عيف يا عام بحلول ما بقاش قلبك يا سود يا جدع ده احنا واكلين عش وملح مع بعض وشاربين حشيش من خيرك اه بقى مرت ما كل عجلي فيكو ايدو معلمة على وشي بقى وده انا اخليك بقى عبدالعزيز عملت فايا سبع رجال عد بقى اضلوا عكل بكسرة جريا بكروا احنا جايين نسالحوا ولا نقطاموا صلحوكم ما يلزمنيش شابره شابره قد شابره ده لسا في دفس لسا في دفس يقولي يلزمني وما يلزمديش اعمل بقى ايا يا جدع الراجل معزور ده واكل علقت موت طب يعابل شغلي ده يعابل اقلاق لالله يعني لو عبدالعزيز قال لي روح اضرب اخوك مش اضربه ده انا اضربه هو اقوله اضرب اخوك وبعدين تصالحه طب اه لازم يقدر برضه ويفهم دخل عليه بلفه واكله وكباب وشاشه وقصه ومخدرات لازم يقدر بشكله وبيتقلموا عليا ولا جرافة ده قولك يا بعلب مهلول قص له بطولك كده وافتح وتعالى كل معنا طب اه طب رابودك بكاعدة عشان الله مش قادر خالص افتح 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 اه يا بعلب بشمالة بشمالة طب طب فضع اغطره كله انه على وصفه يا شابره بطرح بيسري اه انا عارف انك هتفهم اللي جاي وتستوعجه بسرعة انت هتتنقل نقلة كبيرة قوي عبدالعزيز من الست صفار للتسعة صفار دنيا تانية وعالم تاني الله باشا اللي بسمعه يعني بيتخوفني البلد مليانة اشعاعات قولي الاول سمعت ايه وانا حقولك عالمفيد يعني بصل اه مش عارف اه ما تخافش تقولي سمعت ايه اللي راحوا مش قد اللي رجعوا واخيرهم الدوري بيه انا هقولك بقى عالسر واجري على الله ما تطمعش خد اللي بيدهولك وانت ساكت والحاضر منعم بس سهل امش كده امش كده موسيقى 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 تنور المكان يا باشا ما بقيتش تقول لي يا أمكت زي زمان يا مازن ايه أخبارك الدكتور طنباري الحمد لله بخير عبدالعزيز بيه من رجال المستقبل زيك يا عبدالعزيز بيه معرفة قديمة يا باشا والدنيا زيارة انا شايف شغلك يا مازن في الدول مستورة ومستني منك زيارة رأي تحت عمر معليك يا فجل تحب يمتك يا راجل وده وقته احنا بناكل انا حب اكلمك بصوت اني شوفت يا جاهد العزيز بيه اه شكرا انا يزنك يا باشا مع السلام يا مازن كنا بنقول ايه يا زيزو كنا بنقول اسمع الكلام سيادتك ايه ده ده انت مركز حتى بعد اللي شوفته بينك وبين مازن هي ايه الحكاية مالك شكل عبدالعزيز دايقك في حاجة لا يا بابا السيادة تركيبة كده كلها على بعضها ازاي يعني اول مرة شوفك من سنين اشوفها عبدالعزيز بيه لا او مع مين اكنار سيلة بس الحقيقة مش فاهم معناها تبتصدق في الحاجات زي للأسف او للأسف لان انا عارف ان ده 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 كل اللي احنا تعلمنا في حاجة بس تقداري تقولي كده ان كلمة مكتوبة على حيطها في الشارع او حتى على علبة دو بتنهارلي حاجة كده يعني زي كان الموضوع هيمشي 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 هو فيه موضوع من اصله مش عارف شاكلك على طول مستعجل كده طيب ما خش في المهم بقى باكلي ايه وهو ده المهم فتح هدك تاكل بالبا الدولي باشا بايد فرسل تبطاشرها عدم شو بيكرو بيك شابرو باكرو بني دي ده كلام يا جماعة يعني ده كلام تبايدون الراجل كده بيه كده يا جارجيز ايه اللي انا عملتقولك عشان نستاهل منك كل ده يعني ليه؟ انت صح بجد عندك حق ايه يا عمي؟ راجلة بهدل خالص انا مكنش منتظر تعملني بالطريقة دي اصلا انا قطول عملي معتبرك زي ابني يا عبد عزيز سيبك بقى من الكلمتين الهاجرس دول بتاع زي ابني وزي ابنك وزي خالتي وزي عمتي انت عمرك ما كان ليك فضل علي ولا انا ليه فضل عليك انت عملت من وراك مصالح وانا عملت من وراك مصالح يباكيت صح او لا؟ لزيت نفسك ولا هي يا عبد عزيز انا ليه واشورطة او ده كلام اللي زعل بقى خليه راجعني الساعة يا عبد عزيز متخدت منه الساعة يا ابن الدصلابه متخدت منه الساعة استغزم معالك بس ابو عزيز خليه راجعني الساعة مش معقولة واحد زي داي البس رولكس خليه راجعني النظارة كمان لو سمحت ابو عزيز ايه يا عزيز اديله الساعة اللي بقصدها الساعة دي تنزب دي احنا مش حرمية يا بكر انا ببلطقتش في الساعة انا قلتلها ده هاخد الساعة اللي خدها بقولك اديله الساعة ايه هاته الساعة مش بيقولك اديلي الساعة باش كل بوتك على رقابتي برضه كدير بص يا باشا انا باقترح عليك تسافر سافر ايه ايه اروح اعمل لك عمرة تراجل كبيرت ومحتاج تريح خد لك اجازة كده طويلة خد العيال والمدامر ورتاح وبعدين الفلوس من معاك تكفيك وتكفي اولادك واولاد اولادك واحدة اللي يفتنلو سوا ماشي انت شايفه زيزي خليه مفوك ونيلو سمحت فوكو وعايز النظارة بتاعتي من عند الفن دا كمان فوكو فوكو مرنق ايه دا راجل نظارت خد حسينة طب طب اخد دا الجاكت طيب طب اخد دا الجاكت طيب فوكو الراجل الطيب يا جماعة ايه دا ما اعمل صحبش محركش على زلده جاكت طب هو جاي ايه 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 اخدوا منك حاجة يا باشا تاني انا كده تماما زيزو امنت على البوكسر كله تماما زيزو اتوكم الله حد يفتح لي البادة افتح لي البادة طب دا ما يتد عبطت عنينا عبدالعزيزو عبدالعزيز خليهم يفتحوا لي البادة لو سمحت اناسة اناسة مش برضو حضراتك الدكتورة لابنك ايه مين حضراتك انا جالك من طرف عبدالعزيز بيه ممكن تتفضلي معاه عشان هو عايزك دلوقتي حالا وانا مش عايز اشوفه اوكي بعد اذنك بعد اذنك او استاذي عبدالعزيز بيه مديني اوامر اللي لازم تيجي معايا ومينفحش ارجع من غيري طب اتفضلي اتفضلي ايه يا باشا دكتورة لوبنا يا فندم دا انا كنت لسه اكلم ساعتك لا موضوع تدوري خلاص خلص هو مسافر بس يساتك لو عايزه ما يسافرش ما يسافرش وانت جايبني اتعادني جنبك ايه يا فندم معايا الارض هو الموضوع خلصان لو عايز تخلص بكرة نجيبه من بكرة شكلين يا باشا اتفضل 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 ما كنتش قادر تصبوري لحد ما خلص المكالمة وانت مش قادر تستنى لحد الصبح موقفي الرئيس عصابة يستناني ويسبتني في شارع عبدالعزيز اوه اوه بس لما شوفك بقى مع هواسمه ايه؟ الدكتور مازن اه عاصمانسة لما شوفك مع الدكتور مازن لازم ما اسأل تسأل بقى حق بحق الى عشرة ولعش والملح والجيرة وايام زمان انت بقى خلاص بقيت رئيس جمهورية شرع عبدالعزيز ما تسيبني بحالي بقى شوف يا لوبنة احنا ما ممكن نقعد كده نتكلم لحد الصبح ما نوصلش لحاجة فتعالي معاي عجل قلني رناه سكتك تاني مكنتش تخيل ابدا انك تبقى زي مع صوبة ولا بلطاك بتعمل ده علي الم لأ ماذا يعني ممكن نتعمل معاك بشكل تاني قد اللي افهمه باتزعلي كان عايز نشتغل في صيدليت أبو ارتحت صيدليت أبو طيب تقدري تمشي اه همي زادي يا الله وبعد ما كان شغلي بس مصالح الناس كمان حطت فوقنا فوقي بالراحة لنفسك يا بني مصالح الناس ما بتخلص ما تشوف إني الوضع عبد الرحيم كده ندهيل وقعد معنا شوية نم مبادرة مو بقى حضر لكم الأكل مالطباق في إني اللي بعتولك النهاردة يوم ماشيتو على آخر زي ما حجيب طباق يو خقق بكلي في المطبخ الحق علي أنا عايزة رياحك هي يا مرتاحة كده قول يا رئيس أنا مقولتش حاجة وانا عبيت عانيت كلها كلام وبعدين شيئك تاي وقعدتك ليه كده على طرف الكنبة انجز مشاكلك تعباني النهاردة نتكلم بكرة أحسن يا سيدي أطمو أحسن من نحته الانتخابات خلصت خلاص نسمى بقى البيت صبرة صبري ما يستحملوش أي بشر ما انت روحت خطبتها أنت وأمك عايزي تاني بقى الأولانية رضاك والتانية الفرح الأولانية دي لماذا جنب الحيطة خلينا في التانية عايز كم كل مادة بتبعت زيادة انت حتغنيها لي ما أنا قدامك اهو وبعدين انت عارف كويس من بيبعد يا وليد أنا ولا انت أنا عايز أصالحك عايز أرضيك وهو ده اللي خلاني وقفت جمك في الانتخابات ها وعايز تاخد تمن وقفتك زي شبر وبكر انت ليه مصمم تجرحني بالكلام أنا موقفتش جنبك في الانتخابات عشان مستني التمن لا أنا وقفت جنبك في الانتخابات عشان انت أخويا رغم ان ايه رغم ان انا شايفك ما تفرقش عن الضوخي ولا غيره في أي حاجة إذا كان على فرحي هعمله في الحدة واستقاهلي وناسي اللي أنا تربيت معاهم وهقعد في شاقتنا القديمة يعني فلوسك دي خليها لك أنا مش محتاجها في أي حاجة بس محتاج حاجة واحدة بس محتاجها لقي أخويا أخويا اللي أنا بحب حلوين الشويتين دون بس برضو ما فهمتنيش انت عايزين شويتين أنا مش عايز في أي حاجة غير انك تفرح معايا انت خايف ما حضرش فرحك ما تخافش فرحك أحضره وأعمل معاك الواجب على أكمل واجب الأكل يا أما بقى هنام هنا قاعد يا خسار عبدالعزيز بينا ما بنفهمش بقى أحضره 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 اشتركوا في القناة شوف يا زيزو انت جدع ومجتهد وزاكي الله يبارك لك في انت علشان كده اخترناك تبقى شريك لينا يعني تبنيناك ونسبتك هتبقى 35% وفي بعض حاجات هتبقى باسمك بس ايو عتفكر انها ليك ربنا يخليك يا فندم انا مش عارف اقولك ايه طب روح انت بقولك ايه انت زمالكاوي ولا اهلاوي يعني اللي تشوفه سيادتك معلوماتنا بتقول انك للاسف زمالكاوي قادر يا فندم قادر عبدالعزيز تعرف لو الاهل ما خدش الدورة في موسم واحد ومصر ممكن يحصل فيها ايه يعني ما مش عارف سيادتك انت طيب عبدالعزيز طيب طب يعني سيادتك لما اخذ عنا لو منزعج قوي كده يعني نغير وبعدين احنا دخلنا عدل الاحتراف واللعيب لازم يدين بالولاء للفنلة اللي لباسها فندم والفنلة اللي انت لباسها فنلة مين باني عبيد سيادتك حلو يا باني عبيدها مش بقولك مش بقولك انك زكي في كلام كتير عن الانتخابات والاشراف القضائي ايه رأيك في نزالة الانتخابات خلينا بقى نتكلم بصراحة وياريت الكلام ده ما يتشلش في المونتاش لانه انا قلت حديك ان انا كلمة حق وشرطي الوحيد على اي برنامج بصوره هو انه يبقى فيه شفافية في موضوع عدم التعامل مع الشريط اللي بيتسجل هو عبدالعزيز بقى مهمة قوي كده سكوتي سكوتي اولي هيعقى هيغلط وهيودي نفسه في ستين ده يقول لكم قول معاناة كبيرة جدا في موضوع الانتخابات يكفي انه في الدارة اللي انا كنت فيها مية وخمسين صندوق بدون اشراف خضائي النهاردة هم قالوا قالوا حيبق فيه اشراف خضائي طلبنا قاضي على كل صندوق وقفنا نغير المعارك والضرب والضرب من تحت الحزان النهاردة يا فرق أنت يا ماما فتعني يحب المشهر ويحنا نبحين صدنا لأعشف من الصهر باستنعك أجل اهلي دايريت ايوة عبدالعزيز جاية وهو كنالا من الناس هو الأولى جداً كنالا من شنوانا وإننا خبارنا وحداً هو الأولى جداً لأسرعنا لا يا فلمات أدام برشا خد خات مهود نسيت في الحمام هو ده بقت أهمه الرجل يعني مأسان فاحنا من هنا بنطال لتسلخ أي احد إنه اللي كان العبد لله بقى مكفناك اشتركوا في القناة 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 بس ما عرف انا مستعباح ده ليه؟ عشان قطر انا قلبي طاية واحناي يبقى نعمل ايه؟ وديلي نعمل ايه؟ نخش على واقض باي نمرة نشتغله وننصص ابو قاسم وده حقك مين قالك ان انا عايز احقك وزا كان ليك حق عند حد يا اخو يا مطلوح تاخده بعيدة عنك بعيدة عنك ازاي يا وزا مادل هتسحبين من الوقت هدني وتسلميهولي ومالكيش داعوا بعد كده انت عالزني اخطف عبد الرحيم اه امشي اطلع بره امشي اطلع بره بس 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 همشي بس فكري كويس عشان قادر انا لو فكرت الحالي دماغي هتوديني الحاجات ابعد من عداب كتير قوي انسك مش عايز اشوف وشك تاني ويريت تروح تشوف لك شغلانة بدل من انت عمال ترمي بالك عالناس يمين وشمال ومالك مفيهاش حاجة من الواحد ياخد فلوس من المدام بتاعته قصدي طلقته مع اني كنتي بتطلقتيني ومفروض تديني نافع شهرية نعم يا اخويا انت فاكري انك حدود طالي هنا كل شهر بقولك ايه اذا كنت فاكري ان تهديدك ده هز شعره مني تبقى غلطانة ولازم تفهم انا ولا لي عيل ولا تيل ولا عيش عليها بطالة من اصله واذا عايزت موتني موتني واذا شفتك في طريقي يا بالول حكلك بسناني عارف يعني ايه حكلك انا مش هطلع برا برا سلام خارج بنسوع مين طيب خليها تتفضل ايه يا بلاد معاك طيب معاك فروش كفاة ماشي يلا سلام بقى ابا كلمك بعدين ازايك عامل ايه تمام كويسة خير خير يعني اصلك جاية لحد هنا يعني ومن غير معايد وكده حلوة من غير معادي كبيرت كبيرت عايز ايه اوعى تكون فاكر ان انا جاية حال عليك علشان ترجعلي ولا تكون متخال ان انا مش قادر اعيش من غيرك فوق الدنيا مش بتلف حواليك انت بس انت جاية تديني دارس بهلول جالي البيت وهددني وطلب مني اني اساعده علشان يخطف ابنك لانه مش قادر يطولك وانا جيت اقولك الكلام ده علشان العيش والملح وعشان خطر ابنك اللي ملوش تععوه باي حاجة بتحصل بنا تفاكر انا اتهدد ببهلول بتاعك ده؟ بهلول ده مقدرش يعمل لي اي حاجة انا لو دست عليه مش ياخد بالي وانا عملت باصلي وقلت اجي اقولك كان ممكن تقوليلي في التليفون مفيش فايدة اللي فينا فينا ياريت تخلي بالك من الولد ايو امه الوات فين؟ الوات فين؟ طيب لا انا اتأخر شوية سلام سلام لو ما اوزع حاج المكان مش قد الماء لا اثر مش هيا ناس بك هو الراجل جالك المصلح ماشي يا ابو ناسي افضل يا سيدي ايه امشي انا بايا عشان ما هنفعش احضر الكلام ده افضل امشي اعملت اللي عليكو ديادة ايه دولا دول خمسين الف جنيه اه طب وده فرش حشيش جاي لك من الصعيب طازة اه عالله بقى تطلع دكر السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله الله انت المعلمة الدين؟ انا المعلمة الدين طلباتك انت طلب يا معلمة الدين؟ انا جاي لك منطلب الدوني بيه اهلا 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 وسهلا هو فينه سيدي؟ موبايلاته مقفولة وبتصل بيه في المكتب المكتب مبردش هو فيه هو دلوقت مسابرة طالب خلينا في المهمة اخبار في زو ايه اعطى ايه في الدين مش عاجب حد عامز الكلب المصعود عايز يهبش في الناس كلها الدنيا كلها مش مكفيها انا عايز تفاصيلة معلمة الدين بيروح مكتبه امتى؟ ومع مين؟ بيسوق لنفسه وانا معه سواق يا دي طلبات ساعتك؟ ولا طلبات الدوني بيه؟ انا جاي هنا عشان انا اللي اسأل وانت اللي تجاوه؟ عناية اللي تجاوه كل اللي طلبته واللي حتطلبه 24 ساعة بالزبط يكون عن ساعتك موسيقى اشتركوا في القناة 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 لا اشتركوا في القناة الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة